مرحبا اهلا بكم في بودكاست منور واجهتنا بعض المشاكل التقنية في هذه الحلقة لذا ستجدون بعض المقاطع بجودة غير عالية اللي تعودتوا عليها ولكن اتفقنا ننزلها لانها حلقة جدا جميلة لذلك استمتعوا بالحلقة اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست منور اليوم نستضيف الدكتور وائل مهدي اهلا بك دكتور اهلا بك دكتور الدكتور وائل يعمل في المجال الصحي حائز على شهارة ادارة الاعمال الدكتور مهتم باللغات وعلم التأثيل علم وصول الكلمات يقرأ بعدة لغات منها الفرنسية العبرية الفارسية الأردية وهو عضو في جمعية اللغة الدولية من 1995 والجمعية الدولية لعلم النفس الباطن ولديه ديوان شعر باللغة الإنجليزية في طور النشر وهو من مواليد المحرق البحرين اشوف اهل المحرق يعني متعصبين شوي لازم لازم حرق اهل المحرق لها ميزة ما شاء الله شنو ميزتها تتوقع؟ والله ميزتها اولا كونها حاضرة نسبة حق البحرين فيها عدد كبير من الناس اللي فيهم تنوع وفيه نوع من تجارب مشتركة يعني ومعنا نقول بعد كانت حاضنة حق جزء كبير من الثقافة البحرينية الحديثة طبعا كل مناطق البحرين نحن نقدرها يعني لكن فيه مناطق لها هذه الميزة التقافية فيه حراك نوع من ثقافي يعني فانعتز بالمحرق وحبها يعني حب البحرين كلام طبعا ونعم ونعم دكتور نتكلم عن اللغة يمكن أحد أسل اللي تبادل الفرد هو يعني ما هي اللغة أساسا نفكر فيها هي مجموعة أصوات نصدرها ولها معاني ماذا شكلت اللغة وماذا اللغة أساسا طبعا من ناحية علمية فيه عدة فرضيات بس ما فيه علم أكيد ما فيه معلومات أكيدة عن ماذا اللغة تشكلت لكن من المعلوم حسب علم أحياء علم البيولوجيا ومرورا بالتاريخ التطوري للإنسان أن اللغة كان لها ارتباط وثيق بموضوعين أول شي الأول جانب هو جانب الدهن جانب الدماغ نفسه الدماغ البشري هو في المقام الأول رمزي وتعامل مع ضموز وهذه الضموز وجدت قبل الكلمات قبل الألفاظ والجانب الثاني هو الجانب الهاردوير مثل ما نقول عندنا صوفتوير هاردوير جانب الهاردوير وهو أن العضاء البشرية يعني العضو في الجسم البشري الذي سمح حق الإنسان أنه يتكلم ومو موجود طبعا في يعني في كائنات حية أخرى مثل الأوليات أو رئيسيات فالإنسان طبعا نشاء عنده أدوات الحديث يعني أدوات الحديث موجودة في مثل ما نعرف عن الحبال الصوتية واللسان ولما هذه الأمور فهذه الشغلتين اندمجت عبر الزمن وشكلت اللغة شلون بالضبط صار هذا الموضوع ما أعتقد فيه يعني تصور واضح تصور دقيق لكن فيه مثل ما يقولون كلوز فيه بعض الأدلة القرائم اللي نشوفها من فتر في فتر مثلا فيه ناس عرضون حق أمراض بالتالي يفقد قدرتها على الكلام الموضوع طبعا موجود في الدماغ كذلك فيه ارتباط وثيق بين اللغة وبين التفكير هذا الشيء طبعا معلوم أن اللغة نفسها تفتح باب أكبر حق التفكير وكذلك قد تغير المفاهيم يعني أنا مجرد أعرف كلمة معينة حق مفهوم أنا ما كنت واضح عندي من قبل المفهوم يصبح أوضح لكن طبعا المفهوم كما وجود قبل الكل مثلا أنت لما تدرس أي تخصص أنت مثلا حين كونك مثلا معماري بمحمد أنا مثلا أمر على خلنقل قلعة تاريخية أشوف فيها مثلا شكل معين ألاحظ في كل القلعة بس ما عف اسمه فلذلك ما يشكل بالنسبة لي خلن نقول صنف أو تصنيف مفهومي واضح بس لأن أنا عرفت اسمه مثلا نقول hi this is a spire مثلا ما عفش يسمونه بالعربي اللي فوق القلعة فهمت كل ما أشوفه عرفت ان هذه الشغلة مؤينة اسمها كذا حتى مثلا عندنا في المجال الصحي يقول لك إذا ما كنت تعرف التشخيص أساسا دارك التشخيص ما بتعرف إن شفته في المريض ففي هذا الارتباط الوثيق نزين وفيه ارتباط كذلك يعني ما بنقول سببية بنقول ترابط بين الكلام بين النطق بين الكلمات وبين المفاهيم شنو هو التركيب بالضبط الشيء بخليه حق الفلاسفة وحق علماء العصاب يعني بس هناك شيء نشوف من حياتنا اليومية كذلك مثلا بتشوف هناك مفاهيم مرتبطة مفاهيم أخرى مثلا لون معين لون الأسود مثلا مرتبط بالحداد مثلا جهة اليمين مرتبطة مفاهيم معينة جهة اليسار قليل مننا يوقف ويقول إيش معنى الجهة اليمين مرتبطة مثلا بالأمور بالخير بالأمور الخيرة الجهة اليسار بالعكس موجودة مثلا في الآيات القرآنية أصحاب الشمال أصحاب اليمين حتى مثلا تسميات البلدان مثلا اليمن كانت على اليمين الشام تعتبر معنى آخر يعني للشمال يقال تاريخيا فهذا يراوي كأنه فيه ارتباط وثيق جدا بين اللغة نفسة بين الكلمات وبين المفاهيم وهذه الشيء نحن نأخذ مثل ما نقول نأخذك مسلم فيه يوميا بس لما ندقق نشوف أنه فيه أشياء تفتح لدعالم كبير جدا من المخاهيم احنا ما كنا نمتبه إليها مثلا ليش مثلا نربط مثلا لما نقول نروح فوق أو نصعد مثلا نربط بالنجاح هذا الشيء مسلم فيه في كلامنا حتى بلغة الإنجليزية باللغة الأخرى بس ما في شيء يعني هذا المفهوم مو مفروض علينا ممكن تتخيل اللغة تربط مثلا الهبوط بالنجاح ما معنى صار أن النجاح أو مثلا وصول إلى هدف معين مرتبط بالارتفاع أو التسلق بلعن لو ناخذ الكلمة كلمة جميلة لأن تتكلم عن التعمق والتعمق في حس نزولي تارتن مثلا تارتن التعمق الفكري يربط مثلا التعمق في البحر مثلا وفي مرارفة عقلية ذنية في الموضوع خلا والصعود والتفوق أنهم مفهوم ظاهر أما التعمق لمفهوم فكري أكثر ومباطن صحيح صحيح فلطيف أنه ما يعني نفس ما تفضلت أن المفهوم كان مخزون عندي بس عقب ما نصنفه ونأشر عليه ونتكلم عنه بشكل معين ياخذ حيز آخر فعلا فعلا وتشوف كذلك دائما معاني الكلمات مرتبطة بالمفهوم الفيزيائي الأساسي المفهوم المادي أغلب معاني خصوصا اللغة العربية بتشوف جذور اللغة العربية أغلب المعاني الأساسية للجذور العربية هي معاني مادية ملموسة مع الزمن صارت معاني مجردة أعطيك مثال لما نقول مثلا في هناك فكرة أو نوع من خلنا نقول فرضية أن كلمة كلمة جذور كلمة يرتبط أصلا بال يعني بالكسر أو بالقطع أهام يعني كلمة أو كلمة يعني الجذور نفسه كلمة 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 يرتبط بالقطع شنو علاقة القطع والحديث ربما مثلا تقطيع مثلا كلمات تقطيع الجمل عندك مثلا مفهوم ثاني هالك انتبعنا أقوله مساعة مثلا الترجمة مرتبطة بجذور رجمة فيه رجم كذلك يقول رجم للغيب رجم بالغيب يعني شنو هي علاقة الرجم وهو مثلا إلقاء الحجر مثلا بعموما الكلام والترجمة وهذا مفاهيم موجود قبل اللغة العربية بمئات السنين مثلا في اللغة الأغريتية يعني راجم يعني تحدث اللغة الأغريتية أحد اللغات اللي حاليا المنطقة يعني كان سابقا حاليا صاد في سوريا الحين مدينة أغريت فيها هناك لغة سامية قديمة جدا مزوما هي محافظة فيها مثنى حتى في الضمير المتكلم يعني يقولون نحن ما وليس نحن وإنما نحن ولغة جدا قريمة متعمقة فالمفهوم أن طبيعة اللغة هي مرتبطة بالمفاهيم المادية وهذه المفاهيم المادية تفرعت وصدت مفاهيم مجردة حتى مثلا كلمة مجردة أصلها من تجريد الشي ربما مثلا تجرد مثلا شخص يجرد من ملابسه مثلا ولكن كذلك صاد معناها مفهوم حتى بلغة الإنجليزية اللي أغلب كلمات المتعلمة كلمات لاتينية فتشوف مثلا كثير من الكلمات يعني حتى اكسايت مثلا اكس معناته وصف لخروج الشي اكسايت بالضب يعني تخرج من الداخل طبعا هذه اللغة كلها مصطلح في الأخير يعني ما نريد نتبع المعنى المادي الأصلي ونقول هذه معنى الكلمة لا تغير معناها مع الزمن يعني كلمة اكسايت مثلا في الماضي كان معناها مجرد انه خلنا نقول مشهون عاطفيا ما كان لها مفهوم إيجابي نفس اليوم يعني انه والله إثارة شي في فن يعني في تسليه كان مجرد يعني يعني كسايت يعني لماذا انتم فعل عاطفيا مع الموضوع استخدم قبل مئة سنة تقريبا فهكل هالمفاهيم ترويك ان اللغة عموما معقدة جدا تعتمد رئيسي على الرمزية وفي ناس تسأل ليش علم اللغات مهم يعني ممكن ترد عليهم تقول ليش أي علم مهم يعني في ناس قال لهم مجرد الفيزياء والكيميا والأحياء يعني شيء تجريبي خلني وحتموا الأحياء هي العلوم المهمة والعلوم الإنسانية مثلا ليست مهمة لكن العلوم الإنسانية تكشف لك جانب يعني من التجربة البشرية كبير جدا نخفي كثيرا من الأحيان ومرتبط كذلك ارتباط وثيق بالجوانب المادية للحيان يعني يعني لو ما ندرس علم اللغة ما نعف الناس تفاهم يعني أبسط شيء تسوي في حياتك ينتبع عن طريق اللغة إذا تشتغل في المجال الطبي لك مريض لا يعرف ولا لغة بعض لحيامة الأيون المرضى تعليمهم بسيط يعني من الدول الأسيوية فما يعرف عربي ولا انجليزي ولا هندي صعب جدا أنك توصل لأي مفهوم متطور أكثر نركز على هذه المفاهيم اللغوية ونحاول نأخذها بجد يعني عشان نفهم الموضوع دكتور مساء ذكرت أن اللغة العربية يعني أساسا فيها كل كلمات ترجع إلى أمور مادية هل كل اللغة تفضل طريقة وإذا كل اللغة طريقة طبيعة اللغة هي تبدي من مفاهيم مادية وبعدين تتفرع إلى مفاهيم مجردة لأن طبعا هي بدايات تتشري يعني تشف الطفول مثلا أغلب الأطفال تتكلمون عن أمور مادية في البداية وكذلك بعد المفاهيم المجردة يعني خلي نقول كثير من هجاءت في فرحلة متأخرة نسبيا من التطور البشري الفكري يعني ما كان نتوقع مثلا أن مثلا إنسان الكهف كان يفكر في الفلسفة برغم أن كان عندها أفكار مجردة بس يمكن ما كان أعبر عنها والأشي المال سهل التعبير عنها لأنها موجودة ولكن يجو تبضر وممكن تتأشير عنها بشكل ظاهري جميل ذكرت مساعدة علينا مثلا بعض المجرد تجربتك يونك ناس يتحدشون لغات ممكن مو معروف عنها شلي خلي لغة معينة تستمر وتنتشر ولغات ثانية لا ما تستمر وما تنتشر يعني مثلا باللغة الإنجليزية يمكن كان في زمن من الأزمنة اللغة العربية كانت في طور التوسع والانتشار وهذه المجرد فالشغل يخلي لغة معينة تنتشر أكثر تكون مشهورة أكثر أكثر توسعا أكثر استخداما هل هي خصائص ذاتية في اللغة أم هناك أمور وأبعاد أخرى يعني المفهوم اللي انتحنا شرط له جدا مهم وجدا مفيد في نقاشنا نادرة ما يكون الموضوع يتعلق بخصائص اللغة نفسه نادرة نادرة حسب ما في لغات أكثر جمالا فيه كراي شخصي كراي خلني نقول غير موضوعي نعم هناك في لغات قد نعتبر مثلا اللغة العربية مثلا جذورها بسبب من اللغات السامية فيها مثلا جزء من الفصاح والبلاغ لا يوجد مثلا في اللغة التركية ممكن نقول شرية لكن انت تتكلم عن موضوع مختلف هنا لماذا اللغة انتشرت أكثر من اللغات من غيرها من اللغات فيها يعني فيها عوامل معقدة جدا منها اقتصادي منها سياسي منها ديني وأي لغة منتشرة ولها تأثير عظيم ممكن أن نحن نحلل الأسباب إلى كثير من العوامل وفيه عامل جدا مهم هو العامل البراغماتي عامل عملي يعني مثلا لماذا عموم المسلمين كانوا إلى حد يمكن حتى 100-200 سنة يعني ليس من زمان بعد كانوا يقدرون اللغة العربية يتعلمونها وقبل كانت مثلا اللغة العربية مستخدمة عموما في أكاديميات العالم وكذلك يعني المعاهد لأنه كان في أسباب عملية تدفعهم إلى ذلك كان في حضارات تستخدم اللغة العربية كان في نشاط حراك ثقافي حراك ترجمة حراك شعري فكانت اللغة العربية تفرض نفسها على عدد كبير جدا من البشر خصوصا في الدول الإسلامية اللغة الفرنسية فترة من الفترات كذلك توسع الليبراطورية الفرنسية كون العلوم والثقافة والصحافة متوفرة باللغة الفرنسية كذلك جعلت لغة الفرنسية له قوة الحين طبعا اللغة الإنجليزية أولا أنت عندك بريطانيا كانت بسيطرة على جزء كبير جدا من العالم ثانيا عندك حراك علمي ثقافي قوي جدا كان في بريطانيا طبعا هناك سبب ثانية ممكن نتكلم عنها هي سبب أعمى بس انتشار لغة معين وقوة دائما يكون عرض أكثر من كونه هو ما بنسمي مرض بس يكون هو نتيجة أكثر من سبب نتيجة أن اللغة الإنجليزية منتشرة عندك دولة كانت صغيرة نسبها في 1500 يعني في بعد شيء سبب لغة الإنجليزية ما كانت لغة مهمة بعدها تمددت ممكن والله نقول لأن بريطانيا جزيرة هذا موضوع مختلف موضوع جيوسياسي مثلا أو جغرافي كانت جزيرة انتشرة عن طريق البحر مثلا سيطلعوا على مناطق كبيرة خذوي الهند هذه بحث ذات يعني مددت اللغة إلى مئات الملايين من البشر سووا عندهم مثلا مستعمرات في أمريكا يعني في أمريكا الشمالية هاي كذلك نشر اللغة نزين تروح جدا مئتين سنة أمريكا كلها قوة ثقافية في العالم قوة سياسية كذلك شنو في الترفيه نزين فهي يعني باورهاوس مثل ما يقولون يعني الماكينة أو آلة قوية جدا دافعة على جميع الصعود الشيء طبيعي أن الناس يتعلمون لغتهم يعني نحن ربما نتخيل أن الموضوع يعني مثلا هناك كان في بعض الدول العربية ترجموا مثلا مادة الطب كلها للغة العربية من باب النهوة تبسك في اللغة العربية أي شيء جميل لكن المشكلة في حياة البشر شنو يصير أن العوامل البرغماتية دائما تلعب دور أهم من العوامل خلني نقول المثالية فأنا أذكر يعني بس في وقت نحن يعني أنا يمكن تصغير مثلا في الأعداد في السنوي ما حد كانت تكلم عربي هنا في البحرين سوريا ما حد كانت تكلم إنجليزي مع عياله في البحرين إذا نشوف مثلا واحد تحكي إنجليزي مع والدي قل ليش يسوي روحها نوال ميري وشبه النوع صح أو ربما كدنا نشوف مثلا بعض الزوار أو الأجانب يتكلمون إنجليزي مع ابناء هم نستغرب يقول لماذا لا تكلم لغاتهم الأصلية اليوم لا اليوم نحن بالعاكس الكل قام يكلم من تشوف طفل عمر خمسة سنين يحاكون إنجليزي واتماتيك حتى الجدات والأجداد اللي أحفظهم لا يعرف إنجليزي بس يكسر عشان فليش هل نص قادروا من النوم قالوا لا إنجليزي أحسن العربي لا لا شافوا إنه في حاجة اللغة الإنجليزية اللي كان مثلا في سنة أنا كما يحتاج اللغة الإنجليزية أو يتم مثلا لحد جامعة المدخل الجامعة في ناس كانوا يقولون ما ما يزبن ذس أن ذات على ما دشت يعني يوم دش الجامعة اطرنا يتعلم الحين شافوا لا الفرص تطلب لغة الإنجليزية طبعا شلي صير دائما صير بعد the law of unintended consequences طانون العواقب اللي ما كانت ما كدنا حاسبين له فبدأوا مثلا من اللغة الإنجليزية منعلم الطفل عشان مثلا ينجح في الجامعة عشان يحص بس نسبة كبيرة جدا من المحتوى لفنت بلغة الإنجليزية لأنهم سوينا في أمريكا لأنه مشروع إمريكي يعني تتوقع بيكون ما بيكون لغة أخرى فبالتالي هاي الطفل اللي علمنا إنجليزيا عشان ينجح في العمال اكتشاف يوتيوب وبالتالي مثلا يذكر عنده اهتمام معين ارتبط مئات لألاف البشر في العالم وصار سبب غالبا يكون لأسبب عوامل خارجة عن اللغة طبعا بالنسبة حق محب اللغات أكيد بقدر لغة مثلا لصفة معينة كمثال أنا أريد أعطيك مثال اللغات السامية اللغة العبرية العربية مثلا العرامية الأكدية فيها ميزة الجذر الثلاثي مثل ما نعرف في بعض الجذر الرباعية قليلة لكن أغلبها ثلاثية الجذر الثلاثي يحافظ على المعنى يعني مكنون المعنى فيه لمدة عشرة ألاف السنين أو خلني نقول ألاف السنين يعني فيه كلمات تشوفها في الكتابات الأكدية اللي هو في العراق يعني بلاد النهرين قبل خمسة ناف سنة هي نفس الجذر العربي الموجود عندنا اليوم بنفس المعنى فهذه يعطي اللغات السامية قوة معينة ولذلك لا غرابة أن اللغات السامية هي جل الكتب المقدسة يعني والدديان المقدسة باللغات السامية ما عاد ربما العهد الجليل باللغة اللغة اليونانية الكوينية يسمونها بسعين موضوع مختلف بينما مثلا اللغات الهندوأوروبية لا اللغات الهندوأوروبية منها اللغة الفارسية منها اللغة الأردية منها اللاتينية كلها عائلة ضخمة جدا من اللغات تتميز باللواح باللواح يسمونها يعني suffixes and prefixes السابقة أو السوابق أو اللواح أعتقد مو متأكل بالضبط شنو باللغة العربي نسميها بس أنك تضيف كلمة قصيرة جدا حرفين ثلاثة قبل الكلمة يغير المعنى تضيف مثلا حرفين ثلاثة عقب الكلمة يغير المعنى بصورة مختلفة مثلا بالفارسة عندك B قبل الكلمة أو B لنفي الشيء يعني less يعني مثلا B ou mean يعني ما عنده بالعربي ما في شيء يقابله صعب يعني بتقول لا أمل بلا أمل فكل عائلة تتميز بتركيب معين داخل اللغة نفسه قد هذا الموضوع يطلع فرقة وين في الشعر في مثلا المصطلحات مثلا المصطلحات اللاتيني جدا منتشرة لأنه سهل جدا تشكل كلمات جديدة تضيف مثلا أو أولوجيا تشكل كلمة جديدة بالعربي لازم تضيف علم يعني شوي أصعب بالإنجليزي مثلا تضيف يعني scientist أي كلمة فيه في الأخير بالعربي ما في شيء قابله يعني فيه موسيقار علم لازم تغير الوزن كامل أو تيب جدد مختلف من الأساس فساعة تصير شوي ما في يعني كورسفان scientist علم عالم بينما مثلا أحيائي نقول كان هالصفة يعني ما في شيء ما في كلمة خاصة حق الليمارس بيولوجي بيولوجي بس بالعربي عندك علم الأحيات تكتب كلمتين بالشكل وبعض الأحيان تقول كلمة من جذر بختلف أساسا هذا شوي يعني مثلا بالإنجليزي نقول poem poetry بس بالعربي نقول لا مثلا القصيدة من جذر بختلف عن شعر فكل طبعا آية من اللغات تتميز بصفات معينة كذلك اللغة التركية في الإصفات أخرى تميزة عن كل هالأموم لكن هذه نادرة ما يكون لها علاقة بانتشار النغة لأن غالبا اللغة تنتشر لأسباب رقماتية بحتة فأنت تشوف حتى عامل السويين مثلا في دول الخليج والبحرين أغلبهم يعرفون كلمات إنجليزية أساسية شوال هاي الكلمة الإنجليزية وصلت إلى قرية بعيدة جدا في الهند أو في بنغلاديش مو بطريقة تعليمية وطريقة ثقافية لا بطريقة الضغوط البرغماتية لازم الشخص يعرف هذه الكلمات الأساسية عشان مشي شغلة إذا ما عرفها ما بمشي شغلة كذلك نشوف مثلا في البحرين مثلا كثير قصرة من الرجال تعاملوا في مجال البناء وهالأمور يعرفون اللغة الهندية لأحد ما ليش لأنه كبيرة جدا طبعا في كذلك خلنا نقول جوانب أخرى ممكن نسميها إديولوجية عادة ترتبط مفهوم الدولة داخل البلد فمثلا إذا كانت البلد مثل تركيا طائمة على مفهوم الدولة الوحدة يعني في شعار في تركيا معروف حتى تشوف على الجبال اللي كتبونا بعض الأحيان يقول كبير دولة بير ديل بير ديانة يعني لغة أحادية نضع أحادية اسمح لي مفهوم أحادي لمفهوم الانتماء حق تركيا اللغة واحدة اللي هو ديل دولة واحدة وديانة واحدة فهذه كذلك داخل دولة تركيا يدفع بقوة اللغة التركية فمثلا الأكراد والأخاليات الأخرى لازم تعلمون اللغة التركية لأنها موجودة في المدارس موجودة في العمل في المكرات في الجامعات ما في طريقة تتعلمها لازم جزئ تكون لدرجة نقاط أث عن اللغة الأم ولكن هذه داخل الدولة نفسها داخل تركيا أو داخل دولة أخرى بينما الانتشار العالمي للغة دائما تتضبط مفاهيم أخرى عندك اللغة العربية مثلا كونها لغة دينية لغة القرآن هذا دفعها يعني لو لم تكن هذه العواملة موجودة ربما هي تكون ما زالت موجودة فقط في جزيرة العرب دكتور وذكرت مساعة فكرة ما في مفاهيم أو ما نقول ما في لاكب تقلل المفاهيم الذاتية أو الصفات الذاتية أو الخصائص الذاتية للغة انتشارها الذكر كنت أتكلم أحلى أفراد عنهم ولد مصار بالتوحد وكانت تقول لي يعني ولي ما يتكلم إلا باللغة الإنجليزية و يعني نصحون الأباء ويعني مولا بلادهم لغة الإنجليزية لأنه مصار بالتوحد لأن لغة أسهل يعني هل ملاحظتك مستطرة لأن لغة الإنجليزية أسهل أو هذا تصور لأن المواد المتوفرة بمجارة الطب وكذا والأبحاث تمح مرة تحول لغة الإنجليزية هذا الجواب لشقين طبعا أنا مو متخصص يعني خلننقل الاضطربات النمائية أو التوحد أو أي شي من هالنوع لكن كان فيلي خلننقل دور بصير جدا في أني ترجمت كثير من المواد اللي يستخدمونها في التعامل مع أطفال يعني اللي مصابين من التوحد هنا في البحرين لمؤسسة معروفة في البحرين من اللغة الإنجليزية اللغة العربية فصلا عندي خلننقل تجربة إلى حد ما في هذا الموضوع بالنسبة هذا الموضوع خصوصا يتعلق بعلاج هذا الاضطراب الاضطراب التوحد يحتاج إلى روتينات معينة حسب اللي أنا فهمت يعني ويحتاج إلى نظام و انضباط ينضبط في الطفل أساس أنه ممكن يؤثرون على سلوكه بطريقة أفضل ولازم دائما كل شيء يكون قابل للتوقع فجزء من هذا الجانب هي اللغة الإنجليزية ليش؟ لأنه فيه تجربة تجارب التعامل مع الأطفال التوحديين باللغة الإنجليزية وايد أكبر وأوسع ولهي تاريخ أطول من استخدام لغة العربية فأولا فيه هذا الجانب السهولة أنه ممكن نحن عندنا هذه المواد أو المحتوى اللي جدا متسع وجدا يعني فيه تجارب كثيرة ممكن نستخدم ومجاهز لنا باللغة الإنجليزية الموضوع الثاني أنه نعم فيه لغات تمتاز الشق الثاني من الجواب اللي هو خلنا نقول موضوع الجواب الأوسع هل فيه لغة أسهل من اللغة نعم فيه لغات أسهل من اللغات لكن نادرا ما هذه السهولة تكون شاملة لكل صفات اللغة السهولة تغطي جزء دون جزء بالنسبة حق الشخص اللي ربما ما عنده تجربة في الموضوع يتشوف بعض الأمور الظاهرة في اللغة يقول والله اللغة مثلا الإنجليزية أسهل ليش أسهل ما فيها مثلا جمع تكسير ما في بالعرب مثل العربي كتاب كتب باب أبواب لا هي كلها تحط S يقول لك مثلا الأفعال أبسط ما في تصريف أفعال معقد مثلا في اللغة الفرنسية واللغة العلمانية ما فيها حالات الاسم مثل فاعل مضاف إليه لكن بالمقابل فيها الشيء ثاني أولا الاسبالينغ صعب من أصعب اللغات في العالم ما بالغ لنقول أن اللغة اللي هو الهجاب يعني أمو الهجاب الأحرى اللي هو يعني برنارد شور قالوا لكتب كلمة فش سمكة فكتبها G-H-O-T أعتقد T-I قال لشلون يعني قال لا لأن ال-G-H enough هذه F ومن E-I يعني من ال-O يعني من ومن وT-I يعني من شن مثل نيشن يعني يصير نكتب هل مبالغة يعني بس هو يبيوصل المفهوم فمنها هالموضوع كذلك اللغة اللغة الإنجليزية لا تتعلم إسباني مثلا بتفرش فرق شاسع في سهولة اللغة يعني بالإسباني فيه margin of error فيه هامش من الخطأ تغلط أزيد في اللفظ وتمفهم اللغة الإنجليزة معقدة من ناحية اللفظ جدا صعب يعني فأنا ما ما لوم أي واحد أعلم خصنا إذا كان أكبر سنة وعند هنات خلنا نقول في اللفظ يعني هاي شي لا لا يستغرب يعني كذلك في مثلا موضوع فريزر برغز الأفعال اللي هي عبارة عن عبارات كاملين مثلا يعني كامب كو واب كثير منها معناها مو واضح وهذه جدا معقدة يعني باللغة العربية لو عندك جذر واحد وهذه لا معنا ما في شي تضيف على الفعل خلاص مثلا بالإجليزي قد يرفع أو معنا يعطل فهذه ما مستحيل تفهم معنا إلا لما أنت أحد علمك ما بتفهم من قد تتعلم في السياق بالضبط أو بس ما بتتعلم المفهوم خلنا نقول يعني الحرفي كذلك الترتيب الكلمات في شكل صعوبة جدا حق الناس اللي تلاحظ باللغة أنا حتى اللي دارس في مثلا دولة تكلم بلغة إنجليزية كثير منهم يتمشكلون في السؤال يعني مثلا ما يقولون مثلا do you want يقولون you want ما يخلونها في البداية أو مثلا did you go هاي شوي يعقدهم ليش ما نقول did you went إن you went لكن السؤال did you go ليش ليش تغير الفعل اللي يتعلم هو صغير ما يحس بس لما تعلمها انت على كبر معقدة جدا خصوصا إن في معظم الدول تعليم اللغات عمويا مو بس اللغة الإنجليزية تعليم اللغات مو جيد في معظم الدول يعني ما يرقى إلى خلنا نقول الجود المطلوبة فما في لغة ما فيها صعوبات اللغة الصينية مثلا ما فيها جامع ما فيها جامع من الأساس ما فيها جامع أو على الأقل ما في حرف معين نظيفة الكلمة تم نفسه ما فيها تنسز اللي هو أزمان الفعل كل يعبرون عنه بالسياق لكن هذا الموضوع معقد أكثر وأسوأ بالنسبة للمتعلم لأن السياق أصعب تفهمه من تغير الكلمة يعني أنا لما أقول كتب واضح جدا حق أي واحد حتى المتعلم إنه معناتك كثير من الكتب بس باللغة الصينية باللغة الماليزية كمثال اللغة مثلا تقالوغ في الفلبين مثلا يقولون مثلا I have book إذا لو من تنجيمة حرفية عد كتاب كتابين قدت كتب أنت تعرف من السياق رشلون أو ربما ترتيب الجمل يتغير حتى تبغي الفارسية مثلا ما فيها مذكر معينة فعلا فعلا صحيح مثلا في لغات فيها مذكر معينة يعقد الموضوع مذكر معينة غالبا ما من نفوق يعني ما يسهل الموضوع بس نعموما في لغات قد يستثل هالشخص مثلا كثير من ناس تحدشون هندي يعني عندنا مثلا في البحرين ما يدركون الهندي فيها مذكر يعني ما يحسون يعني أي تعقيد X بالضعب Larka Larki بالضعب حق البنت قل ما يكاتيهم فأنا من تجربتي لا أشوف أن صج في لغات تحصلها بسيطة من ناحية لكن من ناحية ثانية تعوض على البساطة وتعقيد نوع آخر يعني نكسون هالموضوع يفتح جانب كبير في الوعي البشري يعني مثلا نشوف أن اللغة العربية فيها انضباط كبير في المنكل صحيح صحيح تجربتك صحيح هاللغات السامية بشكل عام أو العربية كل اللغة السامية في المنطقة مذكرة وفي انضباط كبير تقريبا يعني كل الأسماء يعني كلهم نلتزم بنفس التصنيف يعني شمس بالعبري شميش كذلك مؤنث برقب أن ما فيه مربوطة حتى باللغة أكالية تصنف هذا الشيء مذكر نعم نعم تصنيف هذه التصنيف صار لألاف السنين ما تغير نزين في السؤال يطرح نفسه أن هل الثقافات أو الشعور أو الناس اللي تتحدث هاللغات وهاللغات من خنقود جوهر هويتها فرضا اللي يعيش من خلفيات السامية ويتحدثون أحد اللغات السامية هل هما أكثر تفريقا بين البكور والإنان في حياة مجتمعية وفي حياة الشخصية في قبال دعنا نقول أحد يالي من ثقافة لا يعني ما عندهم مذكر ما أنه في اللغة هاللغة الصينية مثلا لأنها ما تجمع هل لها أثر على حياتهم وطريقتهم هل هو منبثق من شيء تاريخي نحن شيء تاريخي ممكن خلاص كان تاريخ لكن حياة اليومية هل معنات أنه مقتصد أكثر ما أدري يعني أنا السؤالي لعله ما هو أثر اللغة اللواحي يتعلمها من خلال النظر عن أي بقعة في كرة أرضية خلو في تتكلم من اللغة ما هو أثر اللغة وخصائص اللغة من هذه اللواحي التي تكلمنا عنها مثلا على الفرد هذا السؤال أو المجتمع ما شاء الله أنت ومحمد دائما تبسألة جيدة جدا يفدان يرهم مثلا سوّت الواجب من سياق الكلام ممتاز هذا السؤال موجود من زمان ويتبادر في الأذهان وفي السبعينات في عالمين سيبير وورف طلعوا فرضية هذه هي مفادها سيبير وورف هايبوتسيس فرضيات سيبير وورف طبعا هي فرضية غير علمية ألبتة ولكن حتى الفرضيات الغير علمية تفيدنا لأن ترى أين العلم وصل لأين كل مرحلة وما نحتاج نغلط عشان نقدر بعدين نحسن هاي طبيعة العلم يعني كون العلم غلط في فترة من فترات هاي يعني على المبزين هاي شي بالعكس هاي هو المطلوب يغلط عشان بعدين يتحسن فمثل ما اتفقنا في البداية نعم هناك ارتباط وثيق بين المفاهيم وبين الكلمات وبين حتى الجمال ولكن هذا الارتباط محدود وغالبا يكون هذا الارتباط ما يقاوم التفكر الواعي يعني اوكي قد مثلا أنا أحس مثلا أن في مثلا أنا قد أربط مفهومين بسبب لغوي مثلا احنا في اللغة العربية مثلا ما نربط بين قبل وبين خلف الشي يعني أو ربما ربما نربط بين قبل أو أمام مثلا نقول مثلا أمام البيت ما نقول قبل البيت قبل البيت قبل البيت أنت تمشي أمام البيت أنت واقف فيه لغات لا فيه لغات كلمة قبل وكلمة أمام نفس الكلمة بس هذه الفروق محدودة جداً من تشرحها هكذا الشخص يفهمه حالاً يعني المفهوم موجود هو يمكن أن تبه له مجرد تشرحها يفهمها في لغات مثلاً في أمريكا الجنوبية ما يشوفون المستقبل جداً لأن يقولون عن المستقبل حتى عنواره مثلاً بالعربي يقول والله مثلاً نطر الله إلى الأمام يعني هذا في المستقبل لا أنا قصدي أن يستخدمون اللي هو الحرف مثلاً بالإنجليز يقولون forward يعني يقصون له مستقبل في لغات في أمريكا الجنوبية لا إذا قالوا يقصون أمس يعني مستقبل بس مثل ما تشوف التغيير مو راديكالي تغيير مو درماتيك ومجرد فليبس مجرد المفهوم يعقصك المفهوم واحد ولو اختلفت التعامل بضع بس نرجح لك سؤالك فرضية سيبر وورف هل اللغات تأثر على التفكير الإنساني بحيث أن تنتج فروق خلل نقول إيديولوجية أو اجتماعية قطعاً لا حتى سوري بس عشان نوضح بفكرة بشكل أكثر ممكن في براندين هذا التجاهي ساعة تقول لك ليش في أحد كتب دان براون الذي كتب كتاب The Veggie Code يعني كتاب خاني سيتسمحين اللي يتكلم عن إلومناتي وكذا كل كتب عن هذا الموضوع بس في كتاب تخصص بالموضوع يعني هو الموضوع اللي يبحث فيه وقصار مجرد الصبب ففيه كتاب أو فيه مخطوطة مخفية وقديمة وفيه إسرار معين وكذا نعم نعم يسوع كان عند زوجه وصار عند داعي وصار في طويل فعلاً كأنما نعم ففي أحد المستندات اللي أو أحد الأوراق اللي أو كتب ما تنكب الضبط اللي هم كانوا يبحثون عنهم كان فيه يعني فيه رمزية معينة لفك بعض الأمور الشفرات واللغة اللي استخدمت كانت لغة إنجليزية يعني فيه سياق القصة يقولون أن اللغة الإنجليزية في ذلك الفترة ما كانت لغة رائجة نعم لغة اللاتينية صحيح ولكن اللغة الإنجليزية راح تكون يعني هما أبتدي في القصة يا زعم راح تكون لغة المستقبل لأنها لغة أسهل ولغة علمية وفداول يعني أخيراً من قبيلين آآ وحتى طبعاً اللغة الإنجليزية يعني يعبروا عنها في القصة في سياق القصة على أنها لغة في قبال المد الكنيسة يعني مم كانت تستخدم اللغة اللاتينية نعم أساساً فما أدري يعني فيه لجانة براندي كنتم أو فيه لجانب إيدولوجي من ناحية أن نبي نوقف في وجه مثلاً تمدد معين نرجع وهمه هذه الشيء لكن مو خاصية ذاتية اللي تريد ما يرتبط بجوهر اللغة مثل ما قلنا هذي عوامل دينية عميلة ايدولوجية عوامل سياسية يعني ترجمة الأهد القديم الأهد الجديد خصوصا اللي احنا نقول الإنجيل إلى اللغات الشعبية والأهلية في أوروبا طبعا هاي شكلت زلزال سياسي وديني كبير في أوروبا اللي هي اللغة اللاتينية طبعا تخلوا عنها وترجموا باد مارتن الوثة ترجموا بلغة ألمانية أول واحد ترجم الأهد الجديد وبعدين تشرحق اللغات الأخرى فأي موضوع مختلف بس مثل ما قلنا ما لا دخل بجوهر اللغة نفسها يعني مثل ما انتقلت هل اللغة الصينية مثل ما عندهم مؤنثة مذكر هل يأثر لا ما يأثر على تفكيرهم ما لا علاقة هذه ايدولوجيات يأخذها الإنسان من الخارج سواء كانت هي وليدة عضوية حل المجتمع أو مثلا تأثير من مجتمعات أخرى في كذلك مثلا نضب لك مثال آخر مثلا في بعض اللغات منها الفارسية التركية المجارية الهنغارية ما يميزون بين هو أو هي ما في شيء أنهي فيه بس ضمير واحد مثل بالفارسي أو أو يقولون أو بالتركي أو كذلك بالمجارية أو فبعض يعني خلنا نقول اللي ربما حداثيين أو تقدميين مثلا من ناحية الأفكار الاجتماعية يقول لك والله هذه اللغة أو استخدام غير مجندرة أو لا تدخل في الجندرة لا تدخل في هذا الموضوع لكن هذا موضوع تقني بحث في اللغة نفسه هاي نتيجة لتاريخها تقني لتاريخها تطوري ما لا علاقة بكونها جندر ما جندر أصلا ما كان الجندر في مفهومهم بحث أننا قالوا والله خلنا نحط ضمير ما يعبر عن جندر يعني اللغة الفارسية قبل في السابق كان فيها مؤنة مذكر كان فيها تطعا ليست في عهد الإسلام يعني من عهد الإسلام ما كان فيها بس قبل لما كانت اللغة الفارسية القديمة أو لغة الإفستا يسمونها كان فيها مؤنة مذكر كما هي الهندية اليوم كما هي الأردو اليوم مع الزمن تبسطت اللغة في عوامل كثيرة يعني أدت لا تبسط اللغة منها أن الضمير اللي كان يعني هو وهي استبدل بضمير معناه هذا وهذا الضمير المعنى هذا فقد الجندر كجزء من تبسط اللغة فما كان فيه يعني نية في المنوع والله خلنا نتخلص من الجندر لأن احنا ما نبي مثلا نشير إلى شخص مثلا ذكر قد يعرفه وحكا أو أمور من هالنوع يعني ما نتخل فيها موجودة رائجة في أمريكا مثلا حاليا أو في الدول التي تكلم لغة الإنجليزية بس هذه يعني صدفة صدفة لغوية ما له علاقة أنه والله خلنا نحتفل باللغة المجرية واللغة التركية والفارسية لأنها لا تعطل عن الجندر لكن هذه الأمور مثلا هذه الأفكار خلنا نقول الرائجة في بعض الدول حاليا قد تكون عامل تاريخي لتغييره قد تكون نعم يعني في اللغة السويدية مثلا لغة السويدية اخترعوا ضمير جديد اخترعوا ايه تهوة تهوة مو من زمان يعني اخترعوا واعي مو ما طلع طريقة عضوية يعني مو من استخدام الناس بالسماع خلنا نقول بالاستخدام لا لا قالوا خلنا نخترع توب دان على الوثم توب دان بالضبط يعني مجموعة من الأكاديميين مجموعة من ال يحملوا اديلوجيات معينة باللغة السويدية هون شي و هون هي مؤنث مذكر قالوا احنا ما يصير والله يمكن مثل ما شالوا بالانغليزية مثلا ميسز حطوها ميز عشان ما يبقوا نعبرون عن وضع هالاجتماع مزدوجة ولا لا بساري خلنا نقول يعني شوي لقب شوي ابسط مو ضمير ضمير يعني ضمائر يعني اكثر جزء خلنا نقول لب في اللغة يعني حتى ما في لغة تاخد تستعير ضمير من لغة اخرى ايه مستحيل تصير يعني اوكي تاخد قد بعض الكلمات بعض الصفات بعض الافعال بس ان لغة تاخد ضمير من لغة اخرى ما يصير يعني ايه جدا اساسي الضمير اللي هو الضمير اللي هو الضمير اللي هو مستتر او الضمير الظاهر اللي هو عنه بالانجليزي فهم اخترعوا برونة يديد في السويد قالوا باسمي هن ه اي اي ان هن يعني هذي يا هي بس انسان مو ات مو جماد فنعم تصير بعض الوحى لكنها حالات جدا نادرة غالبا اللي تحدث عن اللغة ما يتقبلون هاي التغييرات مثلا في اللغة الاسبانية فيها مؤنث ومذكر يعني لاتينو مذكر لاتينا مؤنث فيه ناس في مريك يقولوا خلا نحط اكس لاتينكس او لاتينكس لكن يتكلم اللغة الاسبانية نفسه لغة الام يعني ما يرتاح من هاي التغيير يعني تخيل بالعربي مثلا بس نقول مثلا المرأة مثلا الجميل يعني ما نبين نقول يعني ما تركب عادل غريز اللغوية ما تتقبلها الفترة اللغوية نصح التعبير شنو تقبل السوديين بهذا التغيير حسب علمي السوديين تقبلوها لانه ربما نعكاس عن مجتمعهم بصفة عامة يعني من اكثر الدول تقدمية من ناحية الاجتماعية خلينا نقول بس في دول ثاني ما تقبل ما تقبل هاي التغيير يعني صعب انك انت تتشفي حمق اللغة يقول انا با كنسل مؤنث مذكر ما تقبل صعب مساء انكو ذكرت مثلا ان اللغة التركية والفارسية والمجرية ما عندها هاي التغييرات هل في علاقة تاريخية بين هاي اللغات الثلاث؟ غالبا لا غالبا لا فيه ربما علاقة تاريخية بين التركية والمجرية بس اللغة الفارسية من أسرة من آلة لغوية مختلفة جدا فيه علاقة تاريخية من ناحية التأثر بس ليس من ناحية الأصول كما هي اللغة مثلا باللغة العربية والفارسية لغة وثيقة جدا من ناحية تاريخية من ناحية ثقافية لكن من ناحية الأصول جدا مختلفين لغات السامية أصولها من فصلة جدا عن اللغات الهندو الأوروبية فيه فرضيات تقول إن ربما من عشرة ألف السنين كانوا من بثقين اللغة واحدة لكن إن كانت هذه فرضية صحيحة فإن الزمن اللي مار من البعض بمكان بحيث أنه يعني فرضية مات في إدنه لكن نعرف أن اليوم الهندو أوروبية اللغات الهندو أوروبية صفاتها وجدورها اختلفة جداً عن اللغات السامية ولكن اللغة الفارسية اقترنت بلغتين ساميتين اللي هي اللغة الأرامية في البداية وبعدين اللغة العربية فتأثرت تعثير كبير هذه اللغات حتى ولو أنه ما كان فيه ارتباط جيني صح التعبير لهم ارتباط جيني يعني خلنا نقول دينا اللغة هم اختلف جداً ما فيه ارتباط لكن فيه تأثير كذلك اللغة التركية هي واقعاً ابنة اللغة الفارسية الثقافية بس مو من ناحية الأصول أصولها اختلفة جداً ولكن كنشف اللغة التركية من ناحية الشعر من ناحية الكثير من الكلمات الكرث لغة الأردية يعني ما فيه شيء اسمه أردو بدون فارسي مستحيل ما فيه تاريخياً بدون فارسي ما فيه أردو بدون عربي ما فيه ما فيه فارسية حديثة ما فيه الفارسية الحديثة تشكلت تحت تأثير اللغة العربية كذلك نرجع قبل بدون سرياني ما فيه عربي هو تريد يعني مو هو دكتوران لفت نظري كلمة العائلة والأسرة الهندو والأربية هندو والأربية السامية التركية اشدخل الهنود في الأوروبيين ها ممتبس لان تشوف مصطلح في البداية خان نقول يعني سبب رضاكة ويخربط الشخص غالباً ارجعك سياق التاريخي بتفهم الموضوع اللي عنده أوروبية كانوا يسمونهم هندو جرمانية في الماضي بعد في مجموعة من العلماء الألمان في القان الثامن عشر ترسوا اللغات طبعاً كنهم أوروبيين فهم كانوا مطلعين مطلعين يعني عندهم بعض طويل في اللغة اللاتينية واليونانية مع توسع الأوروبيين إلى الهند وفارس اكتشفوا أن فيه لغات في الهند وفارس متشابهة جداً باللاتينية واليونانية وخصوصاً اللغة السانسكريتية في الهند وهي اللغة دينية والمقدسة التاريخية للهند فالأردو متحدرة أو الهندي كذلك الهندي والأردو متحدرين من اللغة السانسكريتية فشافوا أن تصريف الأفعال جداً شبيه باللغة اليونانية استغربوا في البداية كيف تدخل الهند في أوروبا فمن ناحية المصطلح سموها هندو أوروبية هند تابع حق الهند لأن اللغة السانسكريتية كانوا في البداية قالوا هندو جرمانية كذلك لكن الجرمانية هي كذلك اللغة الجرمانية يعني الإنجليزية الألمانية السويدي هي كذلك جزء من هذه اللغة الضخمة جداً هي أكبر آلة لغات في العالم درسوا اللغة الفرسية القديمة لغة الأفستر مثلاً لغة الميدية يسمونها الميدية مجموعة من اللغات الفرسية القديمة جداً اللغة السغدية مدينة السغد موجودة في طاجكستان تشفوا أن هذه اللغات كذلك شبيخة بالسلسكريتية جداً وهما هذي كعائلة يسمونها أعتقد سمونها العائلة الفرسية الهندية إذا أنا مغلطان بعد مرتبطة باللاتينية واليونانية كذلك درسوا اللغات البائدة في في الأنضول حالياً تركيا في اللغة الحيثية اللغة اللويية سمونها شافوهم كذلك صفاتهم مرتبطة صارة كأنهم لغات بينية بين أوروبا وبين آسيا صفاتها صارة بين بين كذلك جزء من التاريخ الهندو الأوروبي كيف نعرفها؟ شافوا كلمات مشابهة بالمئات ما ممكن أن تفسرها مجرد ب كونها مثلاً تأثير أو صدفة مستحيل تكون صدفة أفعال تقريباً شبيهة جداً نهايات الكلمات مثلاً التعبير عن حالة الاسم كذلك تقريباً متطابقة طبعاً مع اختلاف اللفظ أعطيك مثلاً مثلاً لغة العربية على المشاهدين اللغاتهم هي لغاتهم الرئيسية اللغة العربية شون أعرف أن اللغة العربية اللغة العبرية خلنا نقول بنات عام لأنه عندك تصريف الأفعال تقريباً متطابقة مع اختلاف اللفظ مثلاً يعني كتب بالعبري كتاب مثلاً يكتبوا يكتب كتابة مثلاً كتب خاتب كتب فتشوف أن حتة تصريف شبيه مثلاً أولاد يلاديم بس فيه إيم في الأخير يعني أولادين بالعربية طاحت الإيم تمت أولاد يعني كانت سابقاً يعني كانت موجودة سابقاً مثلاً بيت بيت وما عندهم مثلاً نحن نقول بيوت مثلاً هما لا يقولون بيوت هما شي يقولون بيتيم يعني المهم أنه في الصفات يعني تقريباً متطابقة كذلك مثلاً نحن نخلي اللي هو أداة التعريف قبل الصفة وقبل الاسم فنقول شنو مثلاً نقول مثلاً البيت الكبير في العبري نفس الصفة بالضب هبايت هقادون ها يتقابل على مثل هذا ها أو هاك ها ها تقابل هذا بس هي تستخدم كأداة تعريف مثل الأل باللغة العربية الضمائر مثلاً أنا 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 بالعبري أنت مثلاً أتا مثلاً نحن نحن يعني أعقصك أنه مو بس التصنيفات واحدة بل حتى الألفاظ متشاقية يعني أكثر الكلمات الأساسية الكلمات اللوب هي متطابقة بين العربية والعبرية فنعاف أنهم لغات يعني بالمستطلح البحثين بصراحك بعض يعني أنهم شنو نفس أو العامل أو العامل بالضبط بنات العامل أعتبر أن اللغة مؤنثة الكلمات الأساسية مثلاً مثلاً لسان لشون مثلاً حتى نساء نشيم جمعها نفس الشي يعني مثلاً بس في كلمات لا في كلمات ما له علاقة مثلاً باب ديليت ديليت نفس كلمة دلتا يعني هي الدال لأن الدال أصلها من الباب دي الجاذر المحة باللغة العربية مو موجودة ما لأ مقابل يعني فتحصل الاستثناءات يعني ولكن الصورة العامة هي صورة تطابق فنعرف أن هذه اللغة تشوف اللغة التركية مثلاً الآذرية وصولاً إلى اللغة المغولية كلهم بينهم صفات متشابهة فنستنتج أن بينهم علاقة قريمة المغولية في منغولية الحديثة ايه اللي تشنكيز خانو ورابعة يعني ايه هذا يكون رابعة ايه نحن صار له بلا جدد صغير يعني وغير مؤثر لكن قبل كان وطلن لهم ساقوة أبعد يعني يستوي على الهند وكذا ايه طبعاً كنهم من دام جاو يعني المغال في الهند صاروا هنود خلاص وفي ايران صاروا ايرانيين يعني هاري هو صاروا مثل الفرس نحن اتكلمنا على مثلاً اللغات السامية ترجع للغات معينة وهذا لأن الشعوب هذي تاريخين كانت في نفس المنطقة وترجع لجدور معينة يعني يعني اجعل السؤالي اللغنولي العربين هل يرجعون لي تاريخياً انتركولوجياً ما ايش بتسميه هل يرجعون لمطقة معينة هل كانت لهم ايه يعني اجداد مشتركين كذلك هاي سؤال جداً متكرر ومهم اخوي هم متجذر من السؤال السابق هذي وايد يعني السؤال تسمع كثير كثير من الناس ما شكلت اللغات لأن اللغات تتعدى خلنا نقول الحدود الجينية اصلاً ما في علاقة بين اللغة كآية اللغوية معينة وبين البشر اللي تكلمونها من ناحية الجينية يعني تصنيف تاريخياً غي كلمات متشابهة الكلمات متشابهة بس الناس اللي يتكلمونها مو شاط ينسبون حق بعض شلون شكلت اللغات لأن اللغة تنتشر اللغة تنتشر يعني مثلاً خلنا نقول مثلاً كمثال مثلاً أنا تتحدش عن هاي العائلة اللغوية بالتحديد لأنها مثلاً اللغات السامية كلها في نفس الفريج على قرات هاي العائلة بس اللغات الهندو وأوروبية بعد حدش عن قارتين مختلفتين هاي العائلة اشكالهم مختلفة مثلاً واحد مثلاً خلنا نقول من أصول عربية مع واحد من أصول مثلاً أكادية يعني ممكن نشبههم بعض بس أهل أوروبا وأهل الهند ما في شبه بالضبط سؤالك في مكانة يعني مثل ما قلت لك اللغة نفسها ما لا علاقة بأصول الناس اللي تتكلمونها فربما مثلاً هناك فرضية تقول أن اللغات الهندو الأوروبية بدت في منطقة يوريجا المنطقة البينية بين ربا وآسيا في رويسيتم في رويسيتم أو موسكو يعني يمكن داخل شوي آسيا موسكو بالضبط بعد روح شارك يعني خالدوك نزيل ربما بدت قبيلة واحدة تتكلم هذه اللغة الهندو الأوروبية الأصلية ما نعرف شكلها بس نستنتج ولكن هي التكاهنات أنا مو مكتوب ما ندري مثل اللغة السامية الأصلية مو مكتوب ما نعرف شكلها بس نتخيل أنها تشبه اللغة الفصحة نتخيل شدي اللغة العربية الفصحة أو اللغة الأغاريتية ربما إنزيل هذه القبيلة انتشرت كبرت حجمها استوعبت قبائل أخرى هذه القبائل الأخرى ما كانت أصلا بينهم علاقة جينية لكن صادت ثقافية ثقافية ندمجة فصادوا كلهم يتخلمون نفس اللغة هذين الناس نتاشروا نتاشروا صادفة وناس يتكلمون لغات أقدم في أوروبا لغات أقدم في الهند ادمجة و جزء منهم جزء منهم تم على اللغة الأصلية يعني اللغة الباسكية في إسبانيا هي من مخلفات لكن هي من بقايا اللغات اللي ما قبل الهند أوروبية لغة الباسكية لغات مثلا اللي اسمعت عن التاميل أو الماليالا في الهند هي من لغات ما قبل السانسكريتية فكان فيه شعوب اختلفة جدا حتى تشوفني عندنا مثلا ما في حد يعرف تاميل وايت صعب يعني في ناس تكلمون الهندي بس تاميل ليش لأن هذين اللي كانوا اللغة الهند أوروبية أولا هم دمجوا مع كثير يعني أنت تتكلم على تاريخ يستمر عشرات ألاف السنين فخلال هالفترة كمية الاندماج بين الشعوب وبين القبائل وبين الترحال اللي كان يصير الهجرات للأعراق البشرية شيء صعب حتى أنت تتخيله يعني كل مية سنة كل مية سنة الناس ما كانوا مستقرين مثل الحين كانت الحركات جدا شائعة مدن بكبرها تختفي قبائل تنمحي من الأمراض ربما أو من الحروب أو تنتقل عبر القاضيات يعني حتى في عصرنا مثلا نحن نعرف يعني في صارة هجرات رخمة جدا هذه في العصور التاريخية نحن نعرفها موالك قبل التاريخ ففعلا هي اللغة تتعد حدود حدود الجينية فتنتقل إلى شعوب أخرى ما كانت أصلا هي تحمل هاللغة عقب أمية مئتين سنة كل ما يتكلم بلغة ما نعرف شنو كان قبل لأنه ما في ريكوردز أضب لك مثال تاريخي ومعروف من التاريخ الإسلامي ومن المسلمين دخلوا مصر فتحوا مصر كانت لغة الدواوين هي اللغة اليونانية يعني شنو؟ اللغة الرسمية دواوين يعني الأرشيفات المكاتب المكاتب تروح أي محل لازم تعافي يوناني عشان تمشي شغلك في مصر في مصر ومتى تغيرت اللغة الدواوين يعني اللغة الرسمية صارت عربي تقريبا عقب ثمانين سنة فنت تتكلم عن تقريبا قرن عشان تغير ثقافة واللغة اليونانية كانت تستخدمها في مصر لمدة مئات السنين وكذلك سيطرت على اللغة القبلية اللغة المصرية الأصلية اندفت بسبب اللغة اليونانية وبعدين اللغة الإيدادية في مصر فاللغة تتغير فربما مثلا واحد كان في السابق جدا قبل الفين ثلاث تلاف سنة أصلا بليونان صار اليوم هو عربي يتكلم عربي ما لا علاقة يعني كون انه مثلا كان هو أوروبي وبعدين كذلك في تركيا مثلا تركيا تدمج شعوب أعراق جدا جدا متناوع وكلهم يتكلمون عن تركيا في الأخير واللغة تركيا أصلها من وسط آسيا مبعيد وبعدين انتقلت إلى نظول عبر آلاف السنين هجرات القبائل التركي بعروفة جدا ايران تأثرت بالهجرات القبائل التركية وكذلك الأنظر فنرجع ونقول آيلة اللغة ما له علاقة بالمكون الجيني للشعوب التي تتكلمها لكن طبعا يعتمد مثل ما انت قلت يعتمد على الشعوب نفسها في لغات انتشرة بصورة جدا كبيرة مثل اللغة الإنجليزية كانت قبل في إنغلترا والحين الكل تكلم وفي ناس تلكلمون هي كلغة أم حتى مثلا أصلهم من الهندو، أصلهم من الصين دولة فغطر%,ثار لا يتكلمون الأنجليزية والفرنسية في البرازيل مثلا فين مجتمع كامل أصلي ياباني تكلم برتغالي لغة البرازيل ما يعف ياباني بلتستغرب في البرازيل فيه مجتمع كامل من مجتمع ضخم أصلهم الياباني لكن هم زمان نساء اللغة اليابانية تكلمون فقط برتغالي أشكالهم يعني؟ أشكالهم يابانية إيه أنت تشوفه تقول ياباني بس ما لا علاقة بالثقافة اليابانية يتكلم فقط بلتغالي اللي هي لغة البلد فنرجع ونقول ما لا علاقة بالأصول لكن في لغات مثل ما انت تفضلت تتطبط إلى حد ما بالأصول مثلا لغات السامية غالبا يتكلمونها ناس تعتبر من الشعوب اللي كانت الشعوب سامية في الشرق الأوسط الحين سؤال عن الهم منها ثانت راهي الموضوعين التام المثال في أي أسرة اللغوية يسمونها الأسرة الدرافيدية درافيدية أساسا أسرة مختلفة مختلفة تماما مثل الملايين والملايين كذلك نفس الأسرة والكندا في عدة لغات تأثرت باللغة السرسكريتية نعم واللغة السرسكريتية أثرت به لكن البنية مختلفة جدا ما لهم علاقة عالم في اليابان مثلا أنا عندك بقايا الياباني الأصليين يعني سكان اليابان قبل الياباني نحن نعرفهم ليهم أي يابانيين ما الأنمي وما السيارات في قبلهم ننزل في قبلهم شعوب الأينو شعب الأينو ما لا علاقة بالياباني الحديثي لغتها جدا مختلفة بس طبعا صاروا أقلية كذلك في ناس حدثون نعم بس أقلية بسيطة يعني اللغة جريبة تموت يعني في تايوان كذلك في شعب سابق للتايوانيين الصينيين موجود ما زال اليوم يتكلم بلغة جدا مختلفة هي أشبه بلغة اندونيسيا وماليزيا أي فهي يعني فيه طبقات من اللغات ومثل ما قلنا قد ما تتثبط بالعرق لأن الشعب يتعلم بلغة من الشعب آخر وخلاص يتكلم هذه اللغة حتى لو ما كانت لغة الأصلية دمسور عندك حساب جميل على الإنستغرام words of from the east words from the east لغات كلمات من الشر جميل طبعا عندك اهتمام يبدو في لغات العمالة بالإسلام ويعني حدثني أكثر عن اهتمامك بهذا الموضوع وليش أنا عندي اهتمام خاص باللغات اللي متأثرة بلغات أخرى بالتأخير اللغوي بشكل عام في لغات ما في طبعا لغة نقية كل لغة تأثرة بلغة أخرى أي شي طبيعي مثل ما في شعب نقي كل الشعب تزاوج مع شعب أخرى ولو إلى أحد محدود نفس الشي اللغات يعني اللغة مثلا العربية الفصحى هي نسبيا نقية نسبيا ما فيها ما بنقول شواب يعني بنقول تأثيرات ولكن مع ذلك في تأثيرات في كلمات خارجية في كلمات فارسية قديمة في كلمات أرامية في كلمات سريانية في لغات لا بالعكس الخارجية عليها تأثير جدا قوي ومسيطر جدا ووارح جدا عندك مثلا كمثال جمهورية مالطا 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 في البحر الأبير المتوسط جزيرة صغيرة تابعة التحاد الأوروبي أصلا كانوا يتكلمون عربي لأن العراب المسلمين فترة من الفترات خذوا مالطا وما زالوا يتكلمون لهجة عربية لكن تأثير اللغة الإيطالية عليها وبالأحرى اللهجة السقلية كبير جدا بحيث أنها نص كلمات إيطالية ولكن قواعدها عربية بحتة لا ولا تغير بعض الحروف بعض الأصوات يعني خصلك البنية عربية؟ البنية عربية تماما يعني حتى لو تقراها قد تفهمها بس تكتب باللاتيني طبعا ليس بالحروف العربية يعني لو أسمع واحد من بعيد حجة مالطا عبا يتحج عربية لا يمكن الفهم ما تفهم بس بالكتابة بتفهم لا تغير شوي يمكن بقول ما فهمش قاعد يقول يعني خصنا شنك قاعد حجة عربي أو؟ هما تشبه لهجات تونس إلى حد كبير ولكن شنو؟ لأنها تأثرت ثقافيا يعني صاد دولة مسيحية طبعا فتأثرت الثقافة المسيحية الإيطالية فنرجح سؤالك عن اللغات الإسلامية في العالم الإسلامي في لغتين رئيسيتين لا ثالثة لهما ما لهم منافس ألبت أبدا قد تعرف شنو هاللغة أول لغة هي اللغة العربية مما لا شك فيه طبعا بسبب منها لغة القرآن لغة الإسلام لغة الأحاديث وكذلك هي بحذات أنت سألت مثلا عن جوهر اللغة نفسة هي اللغة العربية يعني كتركيب تشجع كونها لغة مقدسة مثل اللغة العبرية يعني تعابيرها فصيحة جدا فيها بلاغة بمعنى أن تعبر عن معاني كثيرة في كلمات محدودة نسبيا وكذلك فيها تعقيد بساية تعقيد جميل فيها مؤنث فيه مذكر فيه مثنى بساية تعقيد عضوي يعني جزء من اللغة والناس ما زالوا يستخدمونها ما زالوا نسرد المثنى مو مثلنا الأفعال وإنما مثلنا الأسماء ذكرتني شغلة بس لا تنسويني خلال توتر قبل فترة زيدة وعدد الأحرم في الكتاب في التويتار نعم نعم صحيح فمن أسبابهم كانت أن اللغة الإنجليزية تستخدم أحرف كثيرة للتعبير عن أشياء معينة وقارنوها بلغة ثانية مثلا اليابانية وحفة العربية تشلنا أنه ممكن تقول كلام أكثر بس بكلمات وأحرف أقل مسامح كمان موضوع الكتابة الحروف مختلفة عن موضوع الألفاظ بس نقاش مختلف ولكن صح كلامك فعلا اللغة الإنجليزية خصوصا يعني بري خلني نقول سكريبت هافي يعني نعم 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 اللغة الثانية اللي هي اللغة المهمة جدا في العالم الإسلامي هي اللغة الفارسية كذلك تركية أبدا لا ما في أي منافس للثقل الثقافي والأدبي والشعري للغة الفارسية بالمقارنة بأي لغة أخرى غير اللغة العربية كل اللغات الإسلامية بالمقارنة باللغة الفارسية هي خلني نقول يعني مستجدة لغات علميين خلني نقول علمي توهم طالعين بالمقارنة فعندك اللغة الفارسية أولاً عنها تاريخ عريق ما قبل الإسلام طبعاً في عصر الإسلام هي اللغة كانت اختلفة يعني اختلفت اللغة يعني اللي عرف فارسية عصر الإسلام ما بيفهم فارسي اللي قبل عصر الإسلام ولكن منذ عصر الإسلام يعني من تقريباً 1200 سنة تقريباً ما تغيرت تقريباً إلى حد كبير هي مستقرة اللغة الفارسية الثراء الثقافي اللي فيها من ناحية الأشعار من ناحية الملحمات كما يقال مثلاً القصص يقال بالفارسي داستان أو أفسانة وما شابه الثقافي اللي فيها كذلك انقلت يعني فيها ثيمات فيها مواضيع فارسية وكذلك انقلت مواضيع عربية منها مثلاً لينا ومجنون ليلي مجنون ليلي وكذلك القصص الفارسية العصيلة منها مثلاً في عندنا الخمسة مثلاً الفضولي مثلاً في عندنا شاهنامة تبع فردوسي شعراء كبار جداً مثل رومي وحافظ هذين أثروا على كال الدول الإسلامية ما عدد الدول العربية لأن العرب غرالي عندهم مروحهم عندهم ثقافتهم عندهم ذقلهم الخاص من ناحية الأرض الثقافي والتاريخي والشعري فهو أثر يعني خلنا نقول من من الخليج ومشعراء من تداءاً من إيران اللي كان يقولون فارس قبل برجا وصولاً إلى تركيا إلى الهند حتى دخول في الصين حالياً لغة البلاط في تركيا كأنما كانت في السابق كل لغات البلاط في تركيا والهند سابقاً كانت لغة فارسية بل أن اللغة الفارسية تمت لها ثقل كذلك ثقل ليس فقط خلنا نقول أكاديمي وإنما حتى رسمي إلى مجيء البريطانيين في الهند عند المغال كانت اللغة رسمية اللغة الفارسية حتى كان في لهجة خاصة تسمى اللغة الفارسية الهندية أو اللهجة الفارسية في الهند لما ياروا طبعاً البريطانيين ربما عندهم بعد هدافهم الاستعمارية شاء لغة الفارسية حتى لغة الأردو محلها عشان بعد ميزون بين الهندوس والمسلمين صيب شوي تأجيز الهندوس قالوا ما يصد حطوا لغة إسلامية يعني تكتب اللغة العربية موضوع مختلف يعني كذلك العثمانيين كانت تأثرة وتأثرة كبير بلغة الفارسية وكانوا في البداية يستخدمونها بعدها يستخدمون العثماني ولكن الثمانية في السمت أثرة باللغة الفارسية هي تركية بالفعل لكن تأثيرها الفارسية كبير جداً وهذا الشيء اللي غيره أتى الترك في الماضي بعدين فيما بعد يعني في 1928 نغير الأبجدية بس ما قدر يتخلص من تأثير الفارسية والعربي أضف إلى ذلك أن تأثير اللغة العربية في كل اللغات للشرق صار عبر اللغة الفارسية فاللغة الفارسية هي واسطة كذلك للتأثير العربي يعني فارسية تأثرت بالعربية وبعدين لغة ثالثة التأثير الفارسي لأن كل هذه اللغة التركية وهند تأثرت باللغة العربية بطريقة غير مباشرة تأثرت باللغة العربية عبر اللغة الفارسية فيه طبعا لغات لا تأثرت باللغة العربية بصورة مباشرة مثل اللغة السواحلية في شرق أفريقيا موجودة حاليا في تنزانيا وكينيا وهالدول لا هاي تأثرت باللغة العربية مباشرة خصوصا عبر اللهجة العمانية كذلك في ماليزيا تأثروا بالتجارة العرب بصورة مباشرة الكلمات الماليزية العربية غالما جاءات من العرب مباشرة مو من اللغة الفارسية عبر التجارة عبر التجارة عبر التأثير الثقافي لكن عندك اللغة التركية خصوصاً اللغة الأردية كوننا متحدثينها أعداد ضخمة جداً في اللغة في العالم الإسلامي كلها التأثير العربي جاء عن طريق اللغة الفارسية نزل ليش هالموضوع مهم لأنه غير مدروس لأنه تقريباً في يعني يعني ما في وعي بهالظاهرة الظاهرة عظيمة جداً بناحية الثقافية أنت عندك مئات ملايين البشر ربما يوصلون حتى إلى مليار شخص يتكلمون لغات صد هي يمكن يعني مو متحضر من نفس الآيلة اللغوية لكن بينها أرث ثقافي من ناحية الكلمات المفردات ومن ناحية الثيمات المواضيع من ناحية الشعر الأدب وحتى تعابر معينة بينهم أرث مشترك ضخم جداً فأنت مثلاً مجرد تستخدم كلمة إنسان يفهمونك من أفريقيا من تنزاني ربما وصولاً إلى مدينة كاشغار أو أرمشي أو ترفان في شنجان في بلد الأيغر طبعاً مروراً بإيران بالهند تركيا كل هالدول كازخستان كرغستان كلهم يفهمون كلمة إنسان حتى لإندنيسيا كلمة كتاب نفس الشي كثير من الكلمات ما في ظاهرة موازية حتى في أوروبا طبعاً أوروبا تأثرت باللغة اللاتينية وليونية تأثير كبير بس مو بالمفردات المؤينة ربما التأثير كان يعني ترجموا بعض المفردات صحيح وفي مفردات أقريباً نفس الشي مثل كلمة نيشن نفس الكلمة في كل أوروبا ناتسيوني ناتسيون ناتسيون لا أفضل يختلف لكن هو نفس الكلمة لكن مو بالعدد المفردات اللي انتقلت عبر اللغة العربية والفارسية في طبعاً كلمات فارسية كذلك موجودة في كل هاللغات ربما معدل عربي أضب لك مثال كلمة خوب مثلا أناها جيد زين حليو خوب موجودة في الأردو موجودة في الفارسية في التركية القديمة حتى في لغة بنغلاديش موجودة معناها جدا تغير المعنى شو فهذه الأرض الفارسي العربي من ناحية اللغوية من ناحية كذلك المواضيع في الشعر والأدب فيها امتداد وتأثير جداً جداً عظيم وفي قصص بحداتها تأثيرها جداً عظيم مثل مجلون لينا يعني مئات ملاي البشر يتغنون ما زالوا بهذه الداستان انتشر عن طريق العراب طبعاً دخل إلى فارس فارس كذلك طوروا القصة رسموها لأنه ما شاء الله أهل فارس رسموه عندهم الخاطب والأمور انتشرت إلى الهن انتشرت إلى المناطق التركية فهذه الأرض الضخم يعني نادراً ما يدرس نادراً ما تقريباً ما أحد يتكلم عنه ما نعرف إحنا من أي واحد علام لغات أو مسافر عاف من التجربة أن اللغة الفارسية والعربية لهم تأثيرات ضخمة جداً على اللغات الإسلامية بس ما أحد درس الشيء ما أحد قننه كمثال مثلاً كنت في مكة مؤخراً للحاج صادفت واحد أخ من أزبكستان نكتوب عليهم أزبك بالروسي للأسف يعني على كل فبس يعني تبغلنا بعض الكلمات الكلمات الوحيدة اللي قدرنا تفاهم عن طريقي كلمات عربية فارسية يعني أنا ما عاف أوزبك ولا هو عربي عدل بس يعني بس يفهم تشكر فهم كلمات تشكر يعني فهذا الأرث المشترك يعني ما في علاقة بينك وبين شخص أوزبكستان من ناحية ربما ضروف الحياة ضروف المعيشة مثلاً اندخل فيه ثقافية بس هذا الأرث موجود بقوة بين لغاتنا اللغات الإسلامية موجود حتى على مستوى الشعر على مستوى مثلاً البحور الأوزان مثلاً تقلت من العربية إلى الفارسية وبعد تالي إلى الأردو موجود من ناحية مثلاً استخدام السجع مثلاً الكلمات مثلاً المقفى كذلك هذه الظاهرة انتشرت في كل تقريباً المناطق الإسلامية فأنا أتمنى في المستقبل طبعاً أنا مو متخصص مثل ما تعرف بس أتمنى في المستقبل أن هذا الموضوع يحظى إلى باهتمام أكثر تقلت لا تكون متخصص بس أنت يعني هاوي وتطور جداً على مشارف التخصص أو ممكن متخصص من غير شهادة يعني كنت نكون صريحين في المتخصص يعني اليوم كانت صارت مقترنة بورقة من مؤسسة بسمها جامعنا إيه فعلاً و لكن تاريخياً متوقع كانت جديداً خصوصاً نحن العالم بعد خلنا نقول يعني صار متوفر وايد أكثر من السابق يعني بس يوماناً كنت صغير يعني مو من زمان كلش يعني ما كان في إنترنت يعني كل شي لازم تقرار كنت أروح سب المقاصص و أشتري على الكتاب ربي ربي تيه حين لا حين كنت شي من علوم توفرة يعني فما داعتش جامعها عشان كثير من الأشياء عشان تتعلم أبا تكرر أكثر عن هذا التأثير هذا المن من الأمور اللي أحضر فيها ساعات هي الشعر ولسي ما الشعر الخنسمني المتصوف ومو شعر الصوفي أو العرفاني أو ما جدا لا حتى أن يعني حتى اللي حتى اللي مثلاً من مناطق اليوم باكستان أو تحتشون أساسي بغتهم الأم الأرذية كان يكتبون أشعارهم الصوفية بالغة الفارسية وكنت رايحة للهن وآخراً وفي منطقة في ديلي اسمها نظام الدين أو نظام الهن أو نظام الهن نجد أهل الدليل وفيها قبر في المنطقة فيها قبر لشاعر معروف اللي هو ما يحطر من الإصناعين ميرزا غالب أو غالب ميرزا غالب ومصنفات كثيرة ميرزا أسد الدين غالب مصنفات كثيرة باللغة الفارسية وليه بالأردو وكان من الوحيدين خلنا نقول لي وليه من الوحيدين من اللي كان يفتغر أنها أنا أقدر أكتب باللغة الأردية أشعار بجمال اللغة الفارسية بجمال اللغة الفارسية غالب يعتبرونه متحدثي الأردية يمكن من آخر الشعراء الكلاسيكيين في تقليد اللغة الأردية كان شاعر تقريبا من العصول الوسطى برقم نهوة في العصول الحديثة بس هو من الأخيرين اللي حافظوا على الأرث الفارسي الهندي المشترك جميل فتعكم على هذا الكلام أنا أبيضك مجموعة قصص نشوف وين وصل بها حتى مثلا القوايا المعروف نصرت فتح إيخان نعم توفى قبل فترة فترة بس هو قبل فترة كثير من ما يشترني هذن وأغاني ولكن من الأشي اللي كان يسردها وكذا كانت بلغة الفارسية أو بالأردية فهل التصوف كان هل هذا الإرث العقائدي أو المتصوفين والعلماء والرفاء اللي كانوا في كل كيسر أهم كانوا أداة نقل هذه هذه الكلمات واللغة والمجرة خاصة يعني أنا أذكر حتى يوم كنت في بانغلاديش كنت أقرش لون الإسلام دخل بانغلاديش فهو دخل عن طريق متصوفين والتصوف يعني نرجع للإقصاد الخديمة أو المعروفة ترجع لمثل حافو سعدي جادي نروبي مثلا وكلهم كانوا أصحاب أرث فهل هذه كانت الأداء أو لا في أمور أخرى طبعا المتصوفة مثل ما تفضلت يعني لهم دور مهم خصوصا في شبه القارة الهندية في نشر الإسلام عموما ربما كذلك يعني أذواق الشعوب قد تختلف فالدائقة روحية طبعا لا تكهن هنا يعني أنا ما قعد أتكلم كلمة تخصص بصالح الطباع يعني الضائقة روحية لشعوب شرق آسيا تقدس جدا القديس أو الولي ولي من أولياء الله حتى يقولونه بالجامع يعني في تدقية يقولون أولياء يعني يقصدوا ولي واحد بساعة يستخدمونه مثل طلبة يعني في الأسباكية يعني يقصد طلب واحد يعني يقصد نظام الدين يسمون نظام الدين أولياء إيه بالطلبة هم يقصدون يعني هو رابع له واحد بس بابلح سرام لا لا مو بابلح سرام متخربطين يعني ما يعرفون الجامع الصحيح فخذوها تشيء مثل طلبة يعني طلبة يعني طلبة معناها طالب باللغة الأسباكية يعني بس خذوها كجامع واستخدموها فهذه الشعوب تتأثر بمثال أو الأركيتيب خلنا نقول يعني الصورة النمطية للعالم الغوحاني الولي من أولي الله أو يسمى سينت بالإنجليزي المقدس يعني أو هم يسمونه بير أو فقير بير يعني رجل بعد شيخ أو كبير السم باللغة الفارسية فأكيد يعني أنت تشوف يسمونه أرامقاه بالفارسية اللي هو مراقد الأولياء في باكستان في الهند في بانغلاديش في المناطق التركية كذلك ليست فقط حتى مناطق الكردية على فكرة حتى من أفريقيا حتى من أفريقيا لقد رأيت مرات أفريقيا بشكل عام ولكن حتى لقد جاءت من أفريقيا لقد كنا مسافين هناك و كنا عمل بالسيارة حتى تشوف هناك مثلا في مرقد أحد المتصرفين وطبعا في قول أخضار وشيء صغير وطبعا نكون بعيد لأنه كان أساسا يعني يعني نعزل على الناس حتى نتفق سأخير 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 فهي كان لهم تأثير كبير في نقل الظوحانيات الإسلامية نقل الثقافة الإسلامية إلى هذه الدول لحاجة فترة قصيرة كان لهم يعني باع كبير على تأثير على الشعوب هذه فالشيء طبيعي أنهما انشروا خلينا نقول جانرة أو صنف معين من الشعر هو الشعر الصوفي بأكمله عن طريق طبعا كل تقريبا هذه التطورات كانت انتقلت عبر فارس لا أتحدث بلغة فارسية فكل هذه الأرض انتقل إلى الهند كذلك إلى تركيا يعني اليوم مكني في تركيا عندك مثلا الفرق الصوفية جدا رائجة أنت يمكن صورتنا حق تركيا أنت تروح إسطنبول تروح أنقرة مثلا تروح مغلا مثلا مثلا تروح مثلا بحر معيض أو تاكل مثلا هنا تأكل ماء على بالك التأثير الصوفي بس لانت تبحر في ثقافة تركيا في تركيا في السوف الدول تركية عموما نقول تركيا كلمة شاملة جدا لا نقص تركيا فقط وإنه أزباكستان بالصغر أنا يبون لك بالعربي بالضغب صحيح خصوصا دين مسلسل نفس الردغول كان لرواج كبير جدا باكستان ربما هذه أحد العوامل فعندك مثلا في الثقافة التركية عندهم الشعر الإلهي يسمونه يسمونه إلهي يعني بالإنجليز نقول روحاني يعني النشاعة روحانية كثير منها بنوا موسيقى ساعات تكونوا موسيقى بامتياز وفي حتى بعض العلماء وصلوا لأحد يقول لك أنه هو نفس المادة بالضغب بينما لكن الفرق اختلاف في اللوح تقرأها بالفرسي تقرأها بالأردو تقرأها بالتركي بالسندي بالبنجابي مثلا عندهم واحد اسمه بعتشاه بوليا وشي من هالنوع كذلك في بنجاب اللي هم معظم باكستاني من بنجاب كذلك تأثير الصوفي هناك جدا كبير في السند كذلك السند اللي هي عاصمة كراتشي معروفة من أكبر مدينة في باكستان فالمفاهيم والأفكار الصوفية هي متطابقة تقريبا يعني كنت مآخرين أسمع إلهي يعني اللي هو نشيدة خلنا نقول روحانية من كردستان نفس المفاهيم الموجودة باللغة الأردية بس نهي بالكردي كورمانجي لغة أكراد تركية طبعا لا شك التصوف يعني من ناحية لغوية من ناحية شعرية ومن ناحية طبعا الدينية كان لها تأثير عظيم جدا تقريبا في كل مناطق العالم الإسلامي ما عادة مناطق معينة يعني في الدول العربية في الوطن ربما الجزيرة العربية وحتى الجزيرة العربية كان فيها تأثير صوفي في السابق بس يعني خلنا نقول شوي ظاهرة وخلنا نقول طبعتها خلنا نقول طبعة لأدية الشمال مختلفة عن الصوفي التصوف الفارسي يعني يعطيك الطبع مختلفة حتى ولا وانت يمكن ما تتعمق مثلا في المفاهيم نفسه بس الانطباع الخارجي جدا مختلف ما فيه ما فيه عندنا مثال الولي اللي تحصله في جنوب آسيا في شرق آسيا قصير بس موجود مثلا في مصر في مصر موجود في المغرب موجود صحيح فعلا صحيح بس ربما نحن عندنا في ممطقاتنا يعني لقنا المعروف عبد القادر عبد القادر بضعب صحيح الطرق هناك عندنا فكرة الولي أو محتى البستان أو البيل البيل صحيح صحيح بضعب الشيخ يعني ولو تختلف الألفاظ ولكن الفكرة كما تكون فأنا هذا السؤال يعني هل كانت اللغة هل كانت تصوف هو الفيكل أو الأداء اللي عبرها اتقلت اللغة الفارسية أو خلنقول بعض كلماتها وبعض مفاهيمها وبعض تركيباتها في بين اللغات نعم نعم مثل ما قلنا فعلا كان بيكلك فعلا كان هو يعني عربة خلنقول انقلت هال المفاهيم حتى في اللغة الأردية مثلا تشوف بعض التعابير الحين صارت تعابير عامة ولكن كانت سابقا تعابير صوفية هاي مو الكلمة يميزها تحتاج يعني شخص خلنقول دماغه اخترب من زر ما قرأ في الكلمات مثليان عشان يتشوف هالشي يعني مو حتى نفس سمه للغة ما يلاحظون مثلا عندك كلمة عاطفة بالعبري سوري بالأردو هي يقولون جاذبة جذبات ممكن تسمعها حتى في الأفلام هندي يقول لك ايه جذبة مثلا اتشاهية وشمهنه من الجاذب الصوفي الحالة الجاذبة اللي مر فيها الصوفي المتصوف اللي قاعد مثلا يرد الأذكار مثلا أو السماع حتى كلمة بالأردية مثلا يساعد يقولون ماذا ذكرنا المدد هو المدد الروحاني يعني بالعربي ما نقول مدد معنى مساعدة سياقهم مختلف بس في اللغة الأردية خذوا بعض الكلمات الصوفية وصغرت كلمات عامة وربما حتى هما نفسهم أهل اللغة ما يعني ما يلاحظون هالشيء حاليا بس بس هو هذا اللي صار ففعلا طبعا حتى التأثير اللغوي اليومي تأثر بالتصوف هناك شخص طاني متأثر أو خلنا نقول نهتمح الموضوع من قد يمكن أكثر وممكن أقل معه وهو المنشد سام يوسف منشد وغني موسيقي ومش متعلم والله يعني شوف الأداء حد مست قلندر شوي ضعيش لك عليا شوي ما ما علموا الأردو عدل والضاغر أنا مباحسين يعني أدائي ما بكون أفضل بس أقدر أميز يعني أخص أن عنده اهتمام بالجانب ياب ياب بس في سحر معين هناك في سحر معين في أن ننظر للعالم الإسلامي ونشوف العالم المسلمين مثلا ماشي بتنميني إنجليس إنجليس شوي يعني خربطونا بالموضوع قالوا آه لا ما يسنقل إسلامي ونقول مسلم وما هو موضوع أنا أحس ما في فاتح كبير بس ما في مشكلة خير 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 ففي سحر معين في هذه الخط اللي في تعابير معينة وكلمات معينة في الإنسان والفضالة اللي 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 يشترك فيه وحتى على حسابك كلمات تذكر كلمات كثيرة نعم نعم حتى خارج العالم سعاد ما هذا السحر؟ يعني تشوف التصوف عموما يعني أنا مثل ما قلني يعني ربما لا أتعمر بالناحية الروحانية بس كظاهرة اجتماعية كظاهرة ثقافية فيلا سحر خاص فيلا مثلا خصوصا استخدام السماح استخدام الذكر يمكن شفت مؤخرا في الشيشان وداغستان في الكوقاس انتشرت فيديوهات حق ذكر يساوون هناك متصوفة المحليين عندهم يدرون طريقة دائرية هنزين وزيد وطيرة سرعة الدوران وبعدين يخففون وردون سرعة عمرة ثانية برغم أنه مكتوب يعني باللغة الداخستانية واللغة الروسية لا أحد فهمش مكتوب بس الصورة نفسة الكتوبة يعني ذكرت طبيعة الذكر الصوفي خصوصا لما يكون جار يعني ما يكون مثلا مثلا حق السياح مثلا مثلا مثل ما هي صرفة تركية يعني فيلا تأثير قوي والكلمات نفسة تنطبع في نفسيات المستخدمين حتى لو ما كانوا فهمونها يعني كلمة سماع مثلا يعني كلمة سماع مثلا يعني توحي لك راحي رأي شنو هاي مفتش راحي شوية اي شنو السماع سماع مثلا سماع هي نوع من الذكر هو استماع لي يكررون يعني فورميلات معينة روحية وتتأثر على يعني المتعبدة ومتصوف تخلي يوصل إلى مراحة روحانية شنو هاي المراحة روحانية أنا ما أعف لنا أنا ممرت فيها بس هاي الوصف التعامل يعني تنشر بطريقة معينة طبعا في لا في إنشاء معين استعمل مكلمات معينة في واتير معينة في ريذم معين أمور موسيقية أنا ما عندي أبدا فهم فيها ولكن هذه يعني هاي الظاهرات الظواهر عموما حتى لو الإنسان ما كان يوصل لها لما يشوف شخصان يوصل لها يتأثر يصير انطباع يعني يصير انطباع قوي المتصوف عموما لهم لهم انطباع قوي في كثير من الكلمات اللي ارتبطت مثلا بالمتصوفة مثلا كلمة بمعنى اللي هو مرقد يعني أرام بالفارسي يعني من الهدوء أو السكينة وقاه يعني مقران مثل ما انتدعر في كلمات أخرى مثلا عندك مثلا كلمة حتى بير مثلا بير مثلا حتى مثلا باردا بمعنى يعني الستارة أو الحجاب فلما تكون متصوف تخترق مثلا الأحجبة وصولا إلى الكشف مثلا الاله الكشف والرحاني كلمة فناء مثلا كلمة فناء بالتركي بالمعنى الشعبي بس معناها يعني سيئ سيئ معناها بعد سيئ فناء ماخذينها من التصوف بس اختلف معناها كلمة فاني متكاردة جدا عند المتصوفة من زين فهو نفس يعني عموما مو بس في العالم الإسلامي كذلك يعني مثلا عند الهندوس عند البوديين الرجل القديس دائما في له تأثير والكلمات والمفردات اللغة الارث اللغة والمرتبط بهذه الظاهرة لها تأثير كبير على هاي الشعوب فأكيد يعني عموما هاي الشعوب تأثر بتصوف تستخدم مفردات تصوف حتى بعاني قد تختلف عن معانيها الأصل حتى مطار بنغلاديش مطار داكا مطار داكا يعني مسمى على اسم أحد المتصوفين يعني شاه جلال ماشر استخدمت يعني فيه تأثير كبير صحيح؟ طبعا الشاه معات الملك نعم ملك روحاني هينا شيء عظيم صحيح؟ طبعا الواحد يعرف هالأشي بتيسافر ونفضل ساعة منتش مكتش بواحد وبتسافر بعض المناطق ممكن نحن هدي الانتدار لها نعم خلن أخذ الحديث إلى منحة مختلفة شوي أبدا تكلم على المعاجب 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 نعم نعم مثلا العالم الغرب يهتم ب ما نرى اليوم يهتم ب معاجب مثلا الوربن دكشنيرية أو المعاجب الحضرة التي تصميمها نعم يعني خلاني يقول لغات أهل المدن مفرورا اللغات الراجبة نعم أو مثلا معاجب وظيفية معاجب قافية وتلاحظ أن حتى يعني بين فتر وفتر يضيفون كلمات معينة للمعاجب الموجودة مثل أو تعلن كلمة سيلفي حين صارت كلمة رسمية ومعتبرة ما ربع كلمة أموجي صاروا أو ما صاروا المهم تنضاف كلمات لها فهل هل هل أمور تصير في اللغة العربية بعد؟ هل عندنا معاجب تخصصية؟ وهل تنضاف كلمات للغة العربية؟ يعني لغة العربية فيها مثل ما قلنا اللغة دائما تتأثر بالحراك الثقافي لأهل نحن نقول حتى في قد استخدامنا اليوم نستخدم كلمة انجليزية بعض الأحيان نتعاودين مو متعمدين يعني مو أننا واحد قاعد خلل نقول لغتنا الشائعة يتفلسة في استخدام انجليزي لا مجرد على بالدنا ما عرف أعبر عنها قالها بالانجليزي دائما هاي الموضوع يتبط بأهل اللغة نفسهم مو اللغة وإنما متحدثين إذا متحديث اللغة كان عندهم المؤسسات والهيكلية المطلوبة يعني خللنا نقول البنية التحتية اللغوية والثقافية المطلوبة عشان اللغة تتطور وتكتسب مفردات فهذه الشيء بشكل فرق أما إذا كانوا معتمدين على تطور العضوي يعني الناس قرروا ويستخدمون كلمة ولا ما يستخدمونها أو انتشرت ولا ما انتشرت قد اللغة يعني تفقد كثير من قدرتها على التعبير لأنه ما قاعد ينطورها إحنا وصلنا للمرحلة إن اللغات صارت مكتوبة وصارت لازم نتعلمها وما في واحد اللم باللغة كلها سواء كان عالم شاعر صحفي ما في أحد يعني ضم اللغة بكامل معانيها وجوانبها لأن اللغة تمددت بسبب الكتار حتى في لغتنا العامية لهجتنا العامية أنا أقول مثلاً مثل مثلاً باللهجة البحرينية صديقي مهتم بالأمثال وماذا سمعه وقد يكون بالعكس لأنه ما حد ضمها ما حد فهمها سمع كل الأمثال وحفظ كل الأمثال فكذلك باللغات إذا ما في حركة ثقافية سواء كان على شكل مثلاً جامعية ثقافية أكاديمية مثلاً يقال أنا كنت أسمع قبل قولهم في جامعات اللغة العربية مثلاً ما سمع لها حين دور أو وجود ربما هي موجودة ما بأظلم بعد العلماء الموجودين فيها لكن ما سمع لها دور فاعل أو حراك على الأقل على مستوى الإنترنت لأننا إذا الشيء موجود ظاهر موجود في الشبكة العالم يعني كان تقريباً موجودة ما لها يعني دور فاعل يعني ممثل أول يجب الصافر القاهرة عشان تروح تسالف إياهم ما فرضنا يكون لهم موجود على الشبكة إذا ما كان لهم موجود في معناة وين تأثيرهم فلذلك شن يصير اللي يصير أن المترجمين كذلك هنرجع حق العوامل البراغماتية كوني أنا اشتغلت أو ما زلت اشتغل في مجال ترجمة يعني بصورة كبيرة الترجمين هم نفسهم قد يتصدون لبعض النقصان الموجودة في اللغة العربية بابتكار تعابير أو كلمات يديدة هذه بحد ذاته مو شي سيدي شي زين لأن المشكلة لكن شنو إنه ما يصير الاستخدام معياري ما في standardization فربما مثلا في سوريا في مصر في هذه السياق مثلا نخلل بالكلمة مصطلح في اللغة في علم النفس عبرون عننا بطريقة مختلفة من المترجمين في البحرين أو في السعودية أو في الكويت لما تقرأ النصوص ملتهم قد في البداية ما تفهمش المظهوم ليش؟ لأن ما عندنا المؤسسات أو الجمعيات اللي تطلع هذه المفاهيم المصطلحات ترجمها وبعدين شنو تنصح تسوي recommendation بدل لك توصية إنه خلل نستخدم هذه التعابير عشان نحنا نتكلم بلغة موحدة والموضوع صار أكبر لما تشفد مغرب مثلا في الجزائر تمر في كثير من الكلمات كلمات فصحة لكن أنت ما مرت عليك مثلا يقولون تكوين شنو تكوين؟ يطلع معناه تدريب في الجزائر مثلا لأنه بالفرنسي formation ترجموها تكوين أنت بتفهمها من السياق وقالد ما تكون هذه مشكلة كبيرة لأن اللغة دائما لازم تكون فيها نوع من الإبداع مثلا خسين هل إحنا معاجمنا تتطور؟ والله يعني حتى لو كانت تتطور فما تشوف أن أثرها فاعل في عموم الناس طبعا أنت أكيد تسأل خصائي ما في شيء ما لا تخصص يعني كل تخصص فيه لأهلي ومثل ما قلت أنا ما بأظلم يعني من أكيد أنا متأكدنا في علماء على مستوى جدا مرتفع في الوطن العربي والحمد لله اللغة العربية ترى بالمقارنة باللغات الأخرى وضعها جدا صحي وتقارنها باللغات إسلامية أخرى واللغات شرقية أخرى يعني تقارنها بالأردو الأردو يعني متاعب لها تأذت تأذت لها اللغة الأردية أسوأ من اللغة العربية والفارسية والتركية من ناحية ضعف اللغة عدم لحاقها بإحتياجات العاصم معلومات علم الناس فكل ما يصر شيء بيس يقولون كلمة جريزية وكلمة إجنبية وخلاص خصوصا الناس المتعلمين مثل هندية وأردو بس الأفعال بالأردو وكل الكلام ببقى إنجليزي فأنت لا تعفوا لكلام أردو بس تفهم بالعربي لا الحمد لله ما زلنا إلى أحد ما وكذلك يفت بالفارس وبالتركية بس بعد العربي أحسن لأن العربي يحب نحن نحب كلمات الأصلية ما نحب يعني شكولون ويبارو يعني نقترر كلمات أخرى بدليات حالي قبل أنت بدليات بالرابط فتشوف مثلا بالعربي نحاول نلحق برك وهذا شي جيد لحد كبير مثلا نشوف حتى في تويتاري قولوا نواسم عن الهاشتاغ ما دريب أن ترجمها عبقرة جدا مشكور بس إنه للأسف يعني في بعض خلنا نقول جانب خلنا نقول عشوائي ممكن كلمات انتشر كلمة واسم كلمة مفيرة جدا وانتشرت تغريدة مثلا انتشرت بس ترند ما نشوف له شيء يقولون ترند فهي المشكلة لما في خلنا نقول جانب يعني اهتمام في اللغة ويتجسدها الاهتمام عن طريق مؤسسات يصير الشغل الشعبي بصور الشغل الشعبي جزء مننا زين أن الناس بتفهم أو حتى علامي بضبط عن طريق الصحفيين بالضبط فهي شيء جيد ويفهمون جزء منه بس قد الجزء الآخر ما يفهم قد دولة عربية أخرى تستخدم كلمة عربية وقد مثل ما قلنا ترجمها ما تكون متسقة جزء منها ترجمها عربي كلمات أخرى ما ترجمها عربي مثل ما انت سألتني في البداية عن موضوع التوحد يعني التوحد يستخدمون يستخدمون نوع من الأوامر حق الطفل يستخدمون نفس الكلام بالضبط فإذا ما ترجمت باللغة العربية وشو يقولون له يحكوا الإنجليزية أحسن لأن بالإنجليزية وردي الشيء استابلشت وردي مؤسس له بالضبط فمن ناحية المعاجم العربية للأسف مع ذلك مع ذلك أذكر أنه في موارد للمعاجم العربية لأننا للأسف يعني شعوبنا تشوف مثلا كل واحد عنده ينتلفون هاليام هراتف الثاكية بس ما يبيط الله معنا الكلمة حتى بالعربي أو شون تلفظها الصح بالحركات ناس مثلا يقولون عبرة هي عبرة لأنه ولا ماذا طالع قاموس في قاموس جيدة ترى موجودة أونلاين منها مثلا أنا دعم استخدام قاموس المعاني المعاني دوت كوم جدا جميل ويجمع عدد كبير من المعاجم الأخرى في منها الإسان العرب معاجم مثلا الغائد وما إلى ذلك وكافي لاستخدام يعني معظم خلني نقول السواد الأعظم من المتحدثة الغالعربية هل لحنا عندنا معاجم تختصية؟ أنا صراحة ما تعمقت هي موجودة ما أقول لك لا في معاجم طبية في معاجم حتى تفعل من نفس يعني مثل ما قلت لك العربية نسبيا بخير نسبيا بخير يعني حتى في كثير من مصطلحات نفسية أنا مرت عليه خلال الترجمة أنا ما في مترجمة عفك له المصطلحات لازم تروح تشوف مصدرها يعني أنا عندي بأبدأ عام عموما في الترجمة بالنسبة حق المصطلحات ربما ما أبحث في المعاجم قد ما أبحث في ويكيبيديا أو المواقع المتخصصة لهذا الموضوع في السياق العام شو ما هو؟ في السياق العام خصوصا مثلا أخوة في السعودية ترجموا الكثير من المواد والمحتويات خصوصا من ناحية التربوية من ناحية النفسية بتحصل المصطلح ربما في موقع سعودي أنا في كلمات كثيرة يعني يستخدمهم بالإنجلين زي ساعة نسمع بودكاستات سعودية أتعلم الله هااوكي هالكلمة ترجمتها شدي في الساعة أسمع الكلمة أقول ميديدة عليك صحيح كما قصنا في السياق إلى مقصا ليهم فعلا يجدون الأمر على وقت كوسم أو ترهيدة أو هالشيق أي بطاق أي صحيح نحن ترند نحن ترند نحن ترند أقول أن ترند أقول أن ترند أي بطاق شونا بيطلع ولينا أي بطاق بكتور في علنا سؤال من أحد الأفواق يقول فوني مبرمجة أقدر تركيب ودلالات الألفاث باللغة أستطيع أن أحلل أيها أكثر أتقاناً وأيها غير ناجح وهذا ينطبق على عالم قواعد التصميم أجزاء تشديد مساحة سلبية رمز الألوان إلى آخر يبدو أن كل هذه الأمور باتجاه تواصلنا بشكل أفضل لكن هل نحن فعلاً نتواصل بشكل فعال أم الكثير يضيع في الترجمة كما يقال من نسبة لغة العربية؟ بشكل عام في الأخير اللغة أداة سواء كان لغة العربية أو لغة الإنجليزية أو حتى البصطلحات التي تفضل فيها وإذا لم أعرفت الترجمها يعني أنا كنت أشتغل مع واحد معروف على مستوى هني الفي بحرين في الميديا حتى مخرج حق ما أبذكر هذا سواء مخرج حق بعض المسلسلات رائجة على مستوى البحرين خصوصاً من الجيل اليديد في اليوتيوب فساعات يستشيرني حق مثلاً يريد ترجم عنده كابي مثلاً مع الأد نص مع الدعاية يريد ترجمها بالعربي في الأخير أنت تستخدم أنت تختار الأدوات الصحيحة مثلاً عندك جملة كاملة بالإنجليزي قد ترجمها بكلمة كلمتين بالعربي أنت مو ملزوم تجد المقابل كاملة بالدقيق بالمعنى نفسه يعني عندي كلمة مثلاً دعني نقول كلمة كاملة بالإنجليزي كلمة صعب ترجمها بالعربي كلمة أكسس كلمة كلمة سهولة الوصول مثلاً فيه كلمة أخرى الدخول على الشيء يعني أنت تشوف المصطلح شنو هو السياق شنو هو وعلى أساسه أنت تختار الأفضل فبالنسبة للكلمات المصطلحات اللي هو ذكرها ساعاتي يسألوني مثلاً بعض اللي يشتغلون في مثلاً 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 يعني في البرمجة في هالأمور للتواصل بشكل أفضل هل إحنا حسب علمي أنا مو ما عندي أي فهم في الكودين بس حسب علم الكودين هو للتخاطب ويالآلات يعني صح ولله ويالمشينز ويالكمبيوترز رأسك أن لأنها أبلض أسوأ أكثر على قراتنا بسهل بالضبط ما في مقارنة يعني اللغة البشرية ما تقارن لغات البرمجة يعني أنا بس خبري في البيسيك من التسعينات ألا أعرفه وحسب علمي أنه لازم كل شيء يكون دقيق مئة بالمئة عشان المشين يفهم يعني يفهم بسهل ينقل حق يفهم ينقل حق يسهم ıyorsun يسأل يلغت وبالله في اللغات البشرية الشيء ما تقوله أزم شيء ما تقوله يعني الدور السياقي اللي هو يقولون ساب كونتكست يعني الدور الضمني للمفاهيم في اللغة البشرية الشيء ما يلم فيه أي جهاز ولا أي آلة ولا أرتفاع الإدارة ما في ذكاء إصطناعي يقدر يفهم اللغة على مستوى طفل عمر ثلاث سنين لأن الشيء للإفترضات اللي أنت تحتاجه عشان تفهم جملة بسيطة من الحجم بمكان ومن الضخامة بمكان يعني حتى من ناحية أعتقد مادية يعني وين تخزن كلها الديتا مثل ما تعرف الدماغ هو في تريليونات من ما بابالغ يعني ما بغلط في الرقم بس في عدد ضخم جدا من الخلايا العصبية فما في حسب علمية يعني اليوم كذي ما في حاسوب مثلا ما في جهاز أو حاسب يقدر يلم بكل هالمعلومات كل الافترضات يعني أنت تشوف الضمنية الضمنية يعني يعني ما حد ذكرها لا قبل ولا بس نحن فاهمين بعضها موجودة يعني تشوف حتى الطفل الصغير أبسط شيئا تقول حتى الطفل الصغير مثلا هاي قاعدوا إياك تقول له مثلا يبلي الشغلة فلانية وردي ضمنيا يعني الأسامشنز الموجودة الافترضات الموجودة في دماغك أنت واللي نقلت على دماغ الطفل ومكان وجود الشيء حاجمه يقدر يشيله ولا لا ممنوع يدش الغرفة ولا ما ممنوع يدش الغرفة أحين يمكن ظلام ما يقول لك لا ظلام ما قدر أدخل هاي كلها الافترضات موجودة نزيل مئات الافترضات لا تقدر تبرمج أي ذكاء اصطناعي يحاكيها حاليا حسب علمي يعني يمكن لنيات السنغلاريتي اللي هي لحظة تفوق الاصطناع الـ AI على البشر وصير عندنا سكاينتا وميتركس يمكن موضوع يختلف في ذاك الوقت بس حاليا لا حاليا اللغة البشرية الغموض في اللغة البشرية وادئة أزياد من الوضوح وكون نحن البشر نقدر نتفاهم بهالطريقة الفعالة على مدى عشرات ألاف السنين وحتى يعني أجدادنا القديمين خلدي نقول السلف الثقافي يترك لنا اللي هو يعني مو شاط وثائق يعني بس يترك لنا يعني اللي هو الأمور الكتابة يعني سواء كانت محفورة سواء كانت ونفهم مثلا أنه والله تاجر حبوب مثلا في مدينة أكاد في العراق قبل ثلاث سنة كانت هاوش ويهد تاجر ثاني مع العربات وزعلان عليه وقال لأنت تتشرجني أكثر وكاتب له هذه في التابلت اللي ما يسمونه بلغ العربي اللي هو اللوح الطين اللي كانوا يستخدمونه في ذاك الوقت يعني في منطقة اللي بالكتابة المسمارية كونيفورم فبطرش لرسالة يتحلطم عليه على السيروس مالي فأنت تشوفها تقرأ هذه الشيئة قبل ثلاث سنة تقول ما شاء الله أولا تقول أن البشر نفس العقلية مات اليوم في كسم السر وفي مشكلة نزيل رقم الثدين قاعدين عبروا بالضبط يعني ورقم الثنين يعني المفاهيم نفسه ناس اشتغلون في تجارة توقعون معاملة جيدة توقعون يرد عليه يقول لا والله نتعاملنا من قبل كنا أوكي يعني المفاهيم نفسه مثلنا اليوم بلضبط التكنولوجيا تختلف نحن نطرش في تكست ميسج ولازم جماعة يقول لك هذه التابلة الثقيل البطين يوصلون فهي الأمور شنو الدل الدل أنه هاي يعني تفكير رمزي هو يعني أحد خنننقول يعني خنننقول نقطة تعرفية لمعنى الإنسان الإنسان طبيعا كان رمزي وشيء ما اختلف من ذاك الوقت من من أيام الكهف اللي كانوا يرسمون يعني مشاهد الصيد ما كان عندهم كتابة واضح من مشاهد الصيد هم هجموا على هذا الفيل الماموث وقتلوه إلى يوم كذي يعني مفهوم اللغة ما زال تقريبا مطابق ولو اختلفت شنو الصور فقط بس يعني دكتور لقد قلت خطير خطير من ناحية مهم شبه الرمزية والضمنية يعني من أساسيات التواصل الإنسان بل يعني إذا أنت شلت الرمزية لعلك يعني أغفلت عن قسم كبير من تجرول البشاري صحي كلام مئة بالمئن صحي ولعل هذا قصد أخ جلال طبما لأنه تشوف الكودي ناسبه أبيض وسود صحي لكن التجرول بمشاري لا يعني أبيض وسود قليل جدا فعلا حتى هنا حتى مسئلت بعد يقول ساعات الإيموجي يعبر لك عن فقرة تكتب يعني تحب إيموجي بساحة واحد ضغطة أعلى عن جمع تكتب فعلا لو تلاحظ في ظاهرة غريبة خصوصا في الإيموجي أولا ساعات كوني يعني كانوا بمعنى عالمي ناس من الصين في أستراليا في اليابان نفس المفهوم موجود في الوطن العربي نفس المفهوم موجود في أوروبا كلهم متفقين لأن تعابير الوجه هي متطابقة بين كل البشر كانوا يشككون في هذا الموضوع في السبعينات اكتشفوا أنه لا يوجد شك أن كل البشر عندهم تعابير وجه من الشاب رقم اثنين لا أحد علمهم يعني غالبية خصوصا الجيل الشاب مثلا بعض وحيان شوي تغشمرون على الناس الأكبر سنة ويعفو استخدموا الأموجي الصحيح الغريب أنهم الناس اللي يعفو يستخدمون بطريقة صحيح لا أحد علمهم من السياق تعلمهم يعني لا يوجد واحد مراهق قاعد صدير يقول لا استخدم دي بالضبط أو كتب كتاب دليل مثل إموجي نامة مثلا يعني شكرا لا 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 هذا من الاستخدام فنضل على شيء يقول أن حتى الإموجي ما في كتابه الذي كان سبقه وليس تذكر قابل 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 يحط لك سيمي كولون ويضحك يقول أن فعل الإنسان هو كائن رمزي يعني سيمبولي سيمبولي مثل ما نقول هل هل هناك كائنات في السلم هالجانب في كائنات استخدم رمزية لا حد ما بس بدائية جدا على غالما مثلا ربما يعني حسب علمي حتى في بعض المثال القرود أو يسمونهم مثلا الرئيسيات لهم القرود الأطوئ المتطاورة أكثر يعني من ضمن الشيمبانزي ترايميت طائم يستخدمون بعض ضموز إذا يوقعون يلقط على موزة إذا مثلا زعلان يشوفوا الدموع بس يعني الاستخدام بداية جدا يمكن حتى الطفل عمر سنتين يصر أرقة استخدام الرمزية واللغة وللغة الأشارة أكثر من هذا الكائن لا يقارن الكلام التي قلت ترى عظيم يفتح لي أبواب يعني شوف ماذا سؤال يعني شوي نلطف الجو يعني في لغات معروفة بأجواء معين اللغة الفرنسية مثلا لغة الحور بس أوكي الإيطالية لغة الموسيقى المانية لغة الحار الإنجليزية لغة التجارة صار وكذا العربية تشترك شنو طبعا أولا هذه التصنيفات خلن نقول هي سبجكتب جدا جدا غير موضوعية هل في لها صلاحية الأوصاف في لها صلاحية بس مثل ما نوصف مثلا لا الظواهر ثقافية أخرى مثلا نوصف مطبخ معين أكل معين لثقاف معينة نوصف معينة مثلا نقول مطبخ التركي يتصف كذا مطبخ الهندي يتصف كذا مطبخ المحرن يتصف كذا هي فعلا في لها جزء من الصلاحية في لها جزء من الحقيقة بس جزء كبير منها دائقة فلا يمكن ما ناخذها بمحمل علمي يعني لما نقول مثلا لغة ألمانية لغة هندسية مثلا ضبما أن الألمان هم مهندسين ولغاتهم تأثرت لا تسمع شخص ألمانية تشعر تهوش معهم هاي هناك انطباعات بختلفة هاي الانطباعات يعني مو محفوظة في الحجر لغة الفارسية بيقولون لغة سويت أو لغة حلوة بطار أنا حنهايب تكديبات عشان تخلك في الفكرة اللي نحن بايي لها فمن ناحية كلامك صحيح يقال اللغة إيطالية مثلا فيها حروف العلة فيها بسيطة نسبيين وموسيقاها ترتفع وتنزل يعني وكلها تنتهي بحروف العلة في الأخير مثلا مثلا كانتو كانتي مثلا أو بيلا بيلا مؤنث بيلا جامع نزين فكلها في A أو O أو E في الأخير ما تقارد بلغة مثلا كلها فيها شه في الأخير أو خه مثلا لغة روسية فهي الانطباعات موجودة لا شك لكن تأثيرها محدود يعني هي ما تأثير على تفكير البشر ما تأثير على سلوكهم ما تأثير على لافستال مالهم نزيل صعوبة اللغة لا تأثير على تعليمها الناس يتعلمون هذا مضطرين الناس في كازاخستان يتكلمون روسي طلاقة برغمنا اللغة روسية جدا مختلفة لغة كازاخية حنرجع نفس حكسورة لكن طبعا لغة العربية عموما لما تسأل اللغة العربية تسأل لغة اللغة صعب يعطونك الطبع جدا صعب تبقى في السؤال قابق تقول والله سؤال حلو كانت من الجلال بس ما أقدر صعب أنت تسأل طبعا إذا تسمع لهجة ثانية ربما سأعندك الطبع مثلا ما في أحد ما يتكلم لغة عربية ما ربط لهجات معينة انطبعات تسمع المغرب تحتشون انطبع جدا مختلف مثلا الهجة العراقية الهجة العمانية مثلا نحن من نسبة كخليجي مثلا جي كويتية لهدور معين بالنسبة لما تسأل مثلا عندي بعض الأصدقاء تعلموا تركيا تعلموا فارسي تعلموا عربي أسألهم ما الفرق العربي انطبع مختلف من ناحية الأصوات مثلا في كثير من الأصوات خلن نقول أصوات حلقية سموهم أصوات فيها شد أطلع والحا والقاف والعين هذا يعطي انطباع معين كذلك الكلمة في اللغة العربية فيها كثير من الإنسيابية فيها كثير من المرونة وتغير ترتيب حرف الألة مع الحروف الصوتية فمثلا دائما اللي تعلموا اللغة العربية يقول في البداية ما يفهمونها لأنهم يفهمون يحبونها الصفة في البداية يقول اشتخل كتابه بكتب اشتخل كتاب يعني كتاب كتب تغير حرف العلة تماما مو مثل بفارسي كتاب كتابها ما في تغيير بالأربية كتاب كتابين بالتركي كتاب كتاب لار هاي جمع بالعربي لا كتاب كتب بعدين نبي مكان لا نبي اسم المكان صار ما فعله نكتبه شلون مثلا بالتركي مكتبه كتب خانه كتب من العربي خانه من الفارسي اجمعهم صارت نكتبه فهي مفهومة لان فهموا مفهوم الأوزان يعني الأجانب لغة العربية إذا فهموا تقلقوا على قلاتهم يحبونها ويقولون ماشاء الله اتبارية في الشمت يعني ذو كفائق يعني تفهم تحتاج تفهم كلمات معينة وبعدها توسع بله تفهمونهم الأوزان لان فهموا أوزان الكلمة وفي ظاهرة غريبة جدا أن حتى اللغاتهم مو لغة عربية بس متأثرة بلغة عربية بعد عندهم مفهوم حق الأوزان يفهمونها يعني ما رك تتكلم على واحد كلم بلغة فارسية كلم بالإنجليزي فقلت له مفهوم فترجمت قلت لي يعني أنتو تقولون سوء فهم وليقول لا مو سوء فهم سوء تفاهم لأن تفاهم معنات من طرفين فهم من طرف واحد فبرقم منه ما يتكلم عربي بس فهم المفهوم المفهوم موجود عنده لأنه لغتها متأثرة باللغة العربية ففيها بعض الصفات تثبت بعض الصفات فهاي من نسبة على سؤالك لما نستعلموا اللغة العربية هاي يكون طباعهم العام يحسون اللغة العربية فيها ثقل كذلك فيها ثقل شعر فيها ثقل أدبي لأنها بعد قواعدها مو بسيطة فتعطيك شعور بالكلاسيكية دائما غالبية لغة الكلاسيكية معقدة نسبيا مثل لغة لاتينية لغة لانية فهاي من طباع العام كذلك اللغة العربية فيها بعد ريشنس فيها ثراء كثير يعني مجرد عدد المفردات الموجودة طبعا نحن دائما نيب أمثلة الأسد إن فيه لألف كلمة أو السيف أو السيف مثلا إنستجرام متروس يعني يقول لك الخطي والموارد شنو والمهند إيه شام كلمة أنت تستخدم كلمتين لكلمة في الأخير أسد لبو أسد لبو أو شبل هذه ما تحتاج بس أنا أتكلم بعد حتى عن حتى عن استخدامات يومية استخدامات يومية في اللغة العربية تعبر يعني في كثير من الدقة في الاستخدار ربما ما تتجد في لغات أخرى بس مثل ما قلنا أنت سأتستغرب اللغة العربية الدقق في شي ما تشوفها في الإنجليزي لكن الإنجليز دقق في شي وموجود في العربي يعني في الإنجليزي نقول We go into غير we go in يعني I'm in the house غير I go I walk into the house بالعرب ما في شي يقابل أنتو لازم تعبر عنها بطريقة أختانية نقول دخلت ما يصر قول أمشي داخل فيه يعني كل لغة تعطيك short hand تعاف short hand هو طريقة قصيرة التعبير اللي كان أول الأول أيام الطباعة اللي كان يستغل مقالات الطباعة في سكرتيرا تاخذ بالshort hand يعني عشان يكون سرعة تاخذ الاملاء ما الكلام اللي كان شكله فكل لغة فيه لها ميزة جديدة فيه لها ميزة يعني خلنقول advantage مثل لما تقارن أي منتج آخر اللي عنده طلاع كافي على اللغات يبدأ يميز يقول والله أنا أحب الشعر الفارسي لهذه الصفة لكن للأسف ربما في هالجانب ما كان موفق أحب الشعر العربي لهذه الصفة بس قليل من الناس الذائق الكافي عشان يبني هالنوع من الدوق عشان يقارن مقارنات ذات معنى أو ذات مغزى الشخص العادي اللي روح مثلا لتركيا ثلاثة أيام ما بيحصل انطباع جيد عن دغة تركية أو اللي روح مثلا ألمانيا اسمع كلمتين في واحد اتذكر راح هولندا الأصدقاء فلاحظ ان اللغاج هم بيقولون اللغاج هم يلفظون ها ضاه هاي كلمة واحدة لحفاظها اللغة خشنة اذا ما يعفل ما تعفل كلمة واحدة بس طبعا في ناس يعني أنا عاف مثلا صديقي مثلا أصلا أصلا فاكستان ساكن في ويلز فعلا متعمق كبير في اللغات يعني يعاف اللغة العربية يلفظ العين والضاد يعاف فارسي بتلاقة تعلمها بروحها يعاف تركي وعاف طبعا أردو وعاف انجليزي هاري يقدر يقارن يقول والله أنا يسمع أم كالثوم مثلا وكذلك يسمع شعراء مثلا يعني مو بثلا يدوقها يدوقها ايه في فارق بينها تعاف اللغة بطريقة سطحية وطريقة خلني يقول تقنية أو مجرد براغماتية يعني وبين انك تدوقها فهو لما يقول لي مثلا مولانا رومي أو ناس ما يقولون البعض مثلا بلخي انه من بلخ يقول لك احن هو بلخيتها بأفغانستان ذا كل وقت المنطقة كلها فارسية ما في شي اسمها بلخة افغانستان مروح ما روح نصاتف ترك افغانستان يعني هي منطقة أصلا فارسية تمرق نصاتف وزبكستان وهي منطقة فارسية أصلا لانا اقول فارسية اقصد يتكلمون فارسي يعني ف يتذوق هو مولانا مثلا وكذلك مثلا يقرأ المعلقات انا ما قدر عيدنا انه وصلت له المرحلة يعني هو ما شاء الله تكره بس لابتفهم شي ثاني ايه بالضبط تدروقها شي آخر فهو من القلائل الناس نادرين اللي عارفهم يعني جدا موهوم ما شاء الله عليه استاذ حمار وكذلك بعده هو روائي يعني كتب نوفل مؤخرا رواية فهو يقدر يقارن بين شعر التركي شعر الفارس شعر العربي بس هذا قلائل من الناس ماذا انطباع عن هذا العربي اذا ممكن اذا كنا بنعطي تصنيف مثلا بنعطي صفة عامة مثلا الفرنسي لغة الحرب او الالماني لغة الشدة والحرب اذا بنعطي انطباع وصفة قد تكون صفة مو يعني تعرف انا بايب لك مثل واحد عندي صديق مكسيكي في الاصل مكسيكي وتعلم لغة عربية راح لأردن بعض الدول العربية وتكلم عربي جدا مستوى جدا جيد بعده موهوب ما شاء الله لتعلم صيني وروسي بعده موهوب انسألت يعني اقول شنو انطباعك عن لغة العربية مقانب هاللغات يقول ان لو بتخيل تجسيد طبعا هيرايوه مكسيكي اي تجسيد حق كل صفات الشرق وكل شاعرية و القدرة على التعبير تابعة للشرق وبختار لغة واحد يتمثل هذه القدرة على الوصف وبختار لغة العربية حسب انطباعه طبعا واحد تركي مثلا صديقي عرفي عاف فارسي وعاف عربي يقول لا دورهم غير يعني شنو الفارق قال لا احسن في اشعب عنها بالفارسي احسن وشعب عنها بالعربي احسن فهي ربما الموضوع شخصي بعد كل شخص حبه حق اللغة اقترابة منها عرف واحد مثلا صديق مثلا حب واحدة مثلا عربية فتعلم العربية علشانها فأكيد بيكون طبعا مختلف عن واحد صدر بمثلا كلها تحب لانك وضع وكلها يستخدم كلمات الحليوة والتعابير الجميلة ما بتقالنا بواحد مثلا اكاديمي متخصص مثلا في ألمانيا ويدرس مثلا يعني وثائق عربية قديمة في واحد مثلا من أكبر علماء حاليا اللغة العربية اللي موجودين في السوشال ميديا واحد هولندي اسمه مارين فون بوتن مارين ننسمي مارين فذي مارين متعمق حتى في اللغة العربية اللي مقبل الإسلام مقبل الإسلام يعني تشوف درس مثلا خط المسند الكتابات اللي في البتراء مثلا عندنا في الفرضية تقولنا اللغة العربية اللي احنا عرف اليوم مصدرها شمالي مو جنوبية موضوع مختلف يعني طبعا هو هولندي لكن متعمق جدا في اللغة العربية مع واحد كذلك عربي اسم السيدس من الأول اسم الأخير الجلاد ومثلا هم معروفين مع بعض دام يشتغلون مع بعض فهو إذا بتسأله بعد أن طبعا مختلف لأنه قاعد يدرس اللغة العربية من ناحية أكاديمية يمكن لو يديش ماطعة تاريخية بالضبط ويمكن لو يديش ماطعة لأنه ليس متخصص هو شغلته متخصص في اللغة العربية من ناحية معلومات اللغة العربية القديمة خلينا نقول لطيف 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 سؤال الثاني بس حين قلت اللغة العربية من الشمال في فرضية وليس من الجنوب فهذا أثار تمامي يعني شنو ولا هو بشكل مختصر بشكل مختصر فيه طبع عام موجود عند العرب من أصل العرب من اليمن من اليمن نعم مثل ما اختلاف مثل ما اتفاقنا احنا الأصول الجنية القبلية أو يعني أصول الشعب قد تختلف عن أصول اللغة فهم قصنا ربما بالفعل ربما العرب مثلا في عدة فرضيات يقال أن في في فجر البشرية أن الإنسان نشأ في إفريقيا فرضية موجودة قوية جدا في مثلا سرنغتي أو صلاحي تنزانيا مثلا وهو شرق منطقة شرقية في إفريقيا اليوم القديمين عبروا وصلوا شبه الجزيرة جزيرة العرب طبعا ما كانوا عرب ذاك الوقت هذا الحشي من زمن مع الزمن وهذا اللي انصاروا عرب بس انت قاعد تتكلم عن آلاف عشرات آلاف السنين ما قاعد تتكلم عن ألف سنة أو خمسمائة سنة انت في خمسمائة سنة الناس تتنقل تنقل كبيرة جدا ما بغلك نحن قاعد حتش عن عشرات الآلاف من السنين فربما راحوا جنوب ورجعوا ما تعدل مرات راحوا ورجعوا في الجزيرة سابقا كانت تعتبر مطيرة وفيها زراعة وفيها انهار ما فيها حاليا في عصرنا التاريخي فيقال ان اذا كان نوع من ان العرب كما نعرفهم اليوم انهم في لهم مصادر عدة في مصدر طبعا من الجنوب هاي معروف تاريخيا يعني يقال من اللخميين ولغساسين مثلا كانوا أصلا من اليمان ومع الزمن انتقلوا بالهجرة راحوا إلى الشمال بالنسبة لغة العربية ما نعرفها اليوم وهي اللي تعتبر لهجات قريش وانشاءت في الحجاز كيف لغة العربية تحدث عن الفصحة الفصحة طبعا ولهجاتنا نحن اليوم متحدرة من اللغة تشبه لغة الفصحة ولكن ليس مطابقة لغة القرآن مختلفة اختلاف بعض الاختلافات عن لغة الشعر الجاهلي وكذلك هذه مختلفة بعض الاختلافات عن اللهجات اللي اليوم صارت لهجاتنا العربية هاي بروح يا بلا بحث هي ليست متضابقة هاي اللهجات وانما متشابهة جدا لكن ليست متضابقة يعني في نانس يقول لك ليش في البحرين مثلا في بعض اللهجات حق المؤنث يستخدم ضمير متصل بيتش أو بيتش هي موجودة في اللغة الفصحة لكن هي موجود من لغة أخت حق المؤنث هي من بيتك لا في ناس يقول لك مو هي من بيتك هي لغة لغة عربية لكن هندثة لكن هي مشابهة جدا للغة قريش ومو مختلفة يعني مختلفة بس في اختلافات بس 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 لغة الحجاز الحجازية العربية اللي سابقة اللغة القرآن ولغة قريش يقال أنها تأثرت تأثير كبير باللغة السامية الشمالية ربما مصدرها أصلا من الشمال وليس من الجنوب لأن لغات اليمن مختلفة اختلاف تام لغات اليمن الأصلية القديمة هي لغات عربية تعتبر وسبونها اليوم العربية الجنوبية بس ما تفهم شك يقولون لغات مختلفة تماما هي مغلة في القدم قديمة جدا لغات سامية مثلا يقال لغة الحميرية مثلا ولغات مشابهة بها فهذه الفرضية الموجودة مثلا 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 ما قلت لك أنا ربما مو متعمق في الموضوع بس لما تقرأ الأدبيات يقال حين أن اللغة العربية قد يعني صفاتها رئيسية تحضرت من شمال شمال جزيرة أصلا أو ربما حتى من منطقة الشام وموجود يعني كثير من خللنا نقول البقايا اللغة الأم للغتنا العربية اليوم اللي إحنا ما نعرفها بس موجودة على شكل كتابات مثلا على الحجر على الجدران موجودة في البتراء وفيها صفات قد نعرف اليوم من الصفات العربية بس في صفات مو موجودة منها مثلا التعريف ما كان يستخدم في ذاق الوقت ما كان في البتراء التعريف من أحد ضمائر الإشارة مثل أولئك يعني أولئك في أل تعريف من أي لغيات يعني من نفس اللغة من نفس اللغة ما كان يستخدم بنفس الاستخدام يعني مثلا أنت لما تقول ها أولا هي لها ثلاثة أجزاء يعني مختلفين وندمجة وها وأولا بروحها وآ في الأخير بروحها فهي لأل اندمجة داخل هؤلاء ذلك كان أصل هذا أل الأداة التعريف فهذه هو الموضوع يعني حتى مثلا تشوف حتى اليوم كذلك لما تروح مكة مثلا تشوف في صفات اللغة العربية ربما تشوف مناطق ثانية منها مثلا يقولون تعال يقولون هي 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 صاد جزء من اللغة الفصحة نحن لما نسمع هي نتخيل نعم مو شا تقولون تعال مثلا يقولون هي تعال موجودة بعد تخيل تعطرك من الرسالة مثلا كأدما إلى أحد بها ففعلا يعني هذه الصفات يأي من ليش المنطقة مو من مثلا من خراف شمه الجزيرة دكتور يعني آخر سآل للغات أنا أتكلم عن كتابك الشارع كيف تفرق بين اللغة أو لهجة يعني مثلا هل هل لهجة أهل المحرع هي لهجة ولغة بحد ذاتها ومثلا كنت صنفها كنغة يعني ليش أنا أسر السألة مثلا تتعطي مثلا الهن عندها ألف لغة طلعت الرقم من جيبي بس يعني يعني تقارن شوف الله يعني يك شاسع أنا فضر مع تصنيفاته بس أي يك مو شاسع لكن مثلا الكلام الدار بأهل المغرب أنا لم أفهم ورمني مصنف فعلا أنا لم أكتف هم فمتى نقول لغة ما نقول لهجة ما نقول لكنة كذلك ما شاء الله اليوم وفقت في السألة عملا السألة الجدد لا لا ما في فارق تعريفي الكلام يتفق عليه الموضوع شوي فيه شيء من الغموض ليش هل هي تصنف كلغة إذا كتبناها لا مو شاء لا 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 أبدا اللغة ما لها علاقة بالكتاب ناحية التصنيف طبعا الكتابة قد تأثر بس أصلا لا فيه وائد عوامل يعني ما تقدر تحدد إلا أنا كيس بي كيس بيسس في حال كل لغة تأخذ على أحدا وتقدر فيه عوامل اجتماعية فيه عوامل رأي الناس نفسهم اللغة فيه عامل الاختلاف الفعلي بين اللغتين أو بين لهجتين هل يكفي عشان أحلهم يكونوا لهجتين مثل هل الناس اللي تكلمون يتفاهمون أو يتفاهمون هل هذي اللغتين واحدة منهم رسمية واحدة منهم مورسمية درجة هذي كلها تلعب دور مثلا من نسبة اللغات العربية واللهجية الأختلاف بين اللغة الفصحة و بين اللهجات العربية نحن نشوفها مواب إنه لكن إلى ال�hora لا يُعتبر اختلاف كبير لو كانت نفس الفترة الزمنية مثلا الأول اللغة الانجليزية القديمة كانوا يتكلمونها قبل ألف سنة واللغة пользовان الجزJamie غير والعربية من اللغة الدεια � Roz انت تقدر تقرأ شيء مكتوب قبل الإسلام وتفهمه هذا شيء نادر عموماً يعني قليل جداً من الشعوب يقدر تقرأ شيء مكتوب قبل 2000 سنة لا 2000 شوية أبعد خلل نقول 1400-1500 طبما اللغة الإيسلندية ها قبل 1000 وشوية فهمون نفس اللغة ما تغيرت كانوا معزولين كانوا معزولين لغة ما تغيرت بس أغلب اللغات لا ما بيفهمون شنو مكتوب قبل 1400 سنة فبنسبة إحنا كعرب تقدر تقول نحن نشاعر نقول لهجات طبعاً لا شغير على اللكتنة بغضب اختلف نحن نقول لهجات أولاً لأن غالباً نتفاهم غالباً وإذا ما قدرنا نتفاهم نقدر نفهم بعض يعني أنت فصحة فصحة أو لحجة البيضة مثل ما يقولون يبسطون الكلام أنت مثلاً واحد من المغرب واحد من الجزائر أنا رحت مثلاً الجزائر بداية الألفينات إذا يتحدشون بسرعة ما فهم شو يقولون بس بعد فترة بدي أذونك تلقر مو مثل اللغة أجنبية لو مثلاً رحت اليونان ما فهموا لي إن شاء الله إيه بالضبط وفي صفات رئيسية محافظين عليها ما في لهجة عربية ما حافرت على هذه الصفات منها وجود الحاء والعين والضاء والضاد هاي ما تتغير في أي مكان حتى مثلاً الثاء والضاء سيش تتحول سين أو زاي في بعض اللهجات بس في تونس لا لحين عندهم الثاء في بعض اللهجات يعني يقولون ثمة تصريف الأفعال تقريباً نفس الشيء الجامع تقريباً نفس الشيء فيعني يمكنهم لفظهم سريع لكن شوية مختلفة بس في الأخير تتعرف عليه تشوفها تقول ها نفسها نفس البنية مثل واحد شي وصل لك من بعيد تشابهات ممكن ما تعرفه بس تقول نفس الوية يوم بلحية وبدون لحية بس في الأخير هو نفس الشيء مثلاً ناخذ مثال لغة الملطية التي تكلمنا عنها تعتبر لغة من فصلة ولو أن تركيبها الأساسي ما زال مطابق لللهجات العربية لكن لماذا تعتبر أنها لغة من فصلة الجمع نفس الشيء الجمع التكسير نفس الشيء بالضبط الأفعال نفس الشيء فيه تعابير حتى معينة مثلاً خلطة بلطة يقولون نفس التعابير خلطة بلطة نفس الشيء يقولونها لكن لماذا نعتبر لغة مختلفة لأنه رسمياً مختلفة تنكتب باللاتيني نصف كلمات إيطالية وتابع جو زقافي مختلف تماماً تابع العالم الكاثوليكي المسيحي الأوروبي ما لها علاقة كلش بالعالم إسلامي فهذه كلها العوامل سياسية جغرافية ثقافية خلنتنا نعتبرها لغة من فصلة طبعاً بس مثل ما أقول لك الموضوع يعتمد أزيد شيء بالسياق نفس للغة بعد السياق الأوروبي يختلف عن السياق الأسياء ويختلف كبير جداً السياق الأوروبي مفهوم اللغة في أوروبا اللغة المتصرة تبط وثيق بالنشن ستيت بالدولة الوطنية أو بالداوية فكان هناك فكرة نسمع لنا عن تركيا أن لازم كل دولة عندها لغة خاصة فيها وهذه اللغة تفرط عن طريق استخدام رسمي لمدارس الجامعات فصارت هذه اللغة رسمية هي لغة والباقي تعتبر لهجات برقم النهي قد كانت لغات من فصلة لكن نحن رسمياً صارت لهجات فصارت تابدع بالله في فرنسا هذا اللي صارت فرنسا يعني فيه إمبرارية لغوية حتى داخل فرنسا يعني لهجة باريسية صارت فيه لغات كانت لغات لاتينية عريقة أكثر من لغة فرنسية اللي نعرف اليوم لكن مثلاً فيه لغة اسمها الأكويتانية القاسكونية فيه لغات مثلاً يسمون بروفنسالية هذه كلها لغات قديمة لا فيها ليس غير هولندي ليس نفس الهولندي بالضبط تقريباً لا هذه اللغات مختلفة تماماً عندك في إسبانيا اللغة الكاتولونية مثلاً مؤخراً صارت مشكلة على هذا الموضوع فهذه اللغات يعني في لها قدرها الثقافي وهذه ولكن بسبب أنه هو فكرة الدولة إنه الدولة لها لغة واحدة ففيه عالم معروف في أوروبا ونسيت اسمه بس يعني هو شنو قال يقول سألوه شو الفرق بين اللغة واللهجة قال اللغة هي لهجة عندها جيش خاص بها كيف نتوقع لها باليدش هي مطلوبة سياسية تدعمها يعني قالها باليدش كأن أشبراخة مثل فلوت والأرمي شيء من هذا النوع عندها بحرية وعندها جيش بحرية وجيش فلوت يعني نيفي وأرمي 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 كيف تنتقل مثلاً منطقة مثل الهن هناك لا تحصل تعريفات مختلفة يعني في باكستان مثلاً يختلفون بلغة دي لهجة لكن الاختلاف شعبي أكثر من كونه رسمي لأن اللغة دي لا لها أكاديمية ولا لها جامعات السرائكية تحتلونها 30 مليون مثلاً ما لها أكاديمية 30 مليون ما لها أي لا ما لها شيء رسمي فهلا هي سندية هلا هي بنجابية ما يدرون هم نفسهم مختلفين وبعدين هي فيها وايد نهجات داخلها يعني جنوب غير الشمال الشمال متأثب لغة ثانية الجنوب متأثب لغة ثانية فبعد شوي السياق مختلف عن أوروبا كل سياق مختلف عن الثاني احنا العرب نفكر بالمفهوم موجود عندنا احنا العرب عندنا ظاهرة اسمها دايغلوسيا ظاهرة ثنائية اللغة شنو هي ظاهرة اللغة عندك نفس اللغة هي تقريباً لغة ثانية اللغة كأنها نقول طبعات مختلفة نسخ مختلفة من نفس اللغة واحدة منهم لإستخدام الرسمي والكتابة واحدة منهم لإستخدام الشعبية هذا موجود ليس في دول كثيرة يمكن أن يكون رلنكا رنجلالش واليونان ربما اللغة الرسمية هي تقريباً نفس المفهوم للغة الشعبية ولكن استخدامهم مختلفة يعني لا أحد ينكر أن أنا أتحكي بحينا أتحكي عربي لا أحد ينكر أن أحد في مغرب يتحكي مغرب يتحكي عربي لكن عندما نكتب شيء رسمي لا أكتب بهجة العربية لا أكتب المغلة العربية المعيارية موضوع العربية والذي مختلف عن اللغة الفصحة يعني عن النقش مختلف من رسالة وزارة وشيء شخص طارق إلا يمكن تكستنغ بعض الأحيان في الواتساب ولو هناك ناس حتى لاحظنا اللغة الفصحة قامت تحكي إلى أحد كبير اللهجات المحلية تشيل منها بعض الصفات يعني هناك ناس قاموا يغيرون كلامهم إلى أحد ما مثلاً يتفشلون بعض الكلمات مثل جوتي يستبدلونها أو عي مثلاً يعني يرتدي الحدائة ما أحد يقول شيء فهذه يسمونها ظاهرة دايغلوسيا إنه موجودة عندنا نحن العرب بس مو موجودة في أغلب الدول أغلب الدول نفس اللغة الرسمية تقريباً هناك نفس الشيء تحكي لها شعبية في بينهم اختلافات مو ما فيه بس الاختلافات بسيطة منها اللغة الفارسية في اختلافات بين الفارسية الشعبية طبعاً هاي غير عن اللهجات لا تحكي عن اللهجات واللغات الأخرى مثل غي لكي و لاري و مازين ديروني هاي لغات مختلفة تماماً خودموني خودموني بعلاج غير اللي يتحكيون فارسي نفسهم طبعاً فيه اختلافات منهن الآن تصرؤون و كثير من الأشياء بس النهي تقريباً نفس اللغة في فرنسا كذلك نفس الشيء اللي يتحكيون هالناس في البيت تقريباً نفسه الإنجليزي يمكن أقل لغات في العالم اللي فيها تنوع نحن نسمع الفرق بين البريطاني ومريكي يقول اوه فرق كبير لا هو لا فرق كبير ولا شيء فرق بالضبط هو اللكنة بعض حروف العل غير و كلمات جداً بسيطة مثلاً يقولون أشياء تعرفها جداً يختلفون عن معنى كلمة Who cares بفضل إن شاء الله نكتور عم أماتن مادري يعني الموضوع يبدلنا معك ساعتين خليني أحب إن شاء الله أقول نتكلم عن ديوان الشعر الذي قاعدت تكتباً حين أو كتبته خطصته طيب أنا عندي اهتمام قديم في الشعر من فترة قريبة أبداً ما أتجذى أسمي روح شاعر ما أقول من يعني من ناحية من كتب شعراً فهو شاع يعني أوكي أنا عرف شعراء حقيقيين وصح التعبير منهم أصدقاء عزيزين يعني ومنهم يعني معارف ما أقول من ناحية التواضع الكاذب يعني فولس ماجستية ويعني المبالغة في التواضع في ناس تواضع أشرف أن أروحهم بعدين لا مو هذا المقصود بس أنا أقدر الشعراء اللي هما يعني نكرسين أروحهم بالشعر أنا في تقديري طبعاً مثل ما تقدر من كتب الشعر فهو شاعر في شعراء يشتهر بقصيدة واحدة فقط ما عند الله هي مثل ما ساعة واحد يكتب غني يشتر بغني واحدة نفس الشيء بس الشعراء يهتمون يعني عندهم شغف في اللغة سواء كانت أي لغة هي وفي سياقناه غالباً عربي يكون اللغة العربية مو سهلة تكتفيها الشعر فيها أوزان كثيرة فيها بحور خصوصاً في الصحة حتى الشعر النباطي مو سهل يعني الشعر بالعامي كذلك مو سهل مع ذلك بعض الأحيان أنت عندك مثلاً رغبة عندك شيء بسيط من خلدي نقول من الإبداع ما تقارن طبعاً بالمبدع الكبار فتب تعبر عنه تب كتبه أنا بالنسب لي صار أسهل باللغة الإنجليزية يعني مو خوفاً من اللغة العربية ولا عدم تقدير لها عندي بعض الأبيات من اللغة العربية ما ترقي يعني بصراحة حتى بعض الأحيان أنا نحرج أن أقولها لأنه لدي شعره رائد أحسن بس وجهت خلني نقول يعني مخرج لي من ناحية الشعرية عبر عن نفسي باللغة الإنجليزية يعني خطيت بعض خلني نقول يعني الـ يعني الـ يعني الأبيات باللغة الإنجليزية في منها تقليدي موزون بالمعنى الإنجليزي الموزان العربية شوية غير ميتر يسمونه شوية غير عن العربي طبعاً هو نفس الفكرة إنه لازم لازم الشعر مو هو يعني مو نثر مو كتاب عادي مو كلام عادي لازم يكون موزول لازم يكون فيه ساعات يكون فيه قافية ساعات يكون فيه قافية لازم يكون فيه كنايات تشبيه أشياء من هالنوع فكتاب بعض الأبيات الإنجليزية خليت على شكل ديوان خليت على شكل ديوان حالياً مفروض تكون يعني إن شاء الله فطول الناشط ما ننشر الحياة رسمياً إذا نشر رسمياً يعني من خبر اسمه فطول الناشط فطول الناشط يعني خلني نقول حجيرات الضوح صح التعبير مفروض مفروض ممكن تقرأ لنا ممكن طبعاً أنا مشكل استخدمت وهذه كتبت أنت على مرة سنين معينة نعم أو متقصر أنا بها بتب ديوان لا من مدى ثلاث أربع سنين تقريباً يعني أغلبها أشياء مؤخراً كاتبها مو من زمان في منها يعني موزون ومقفة يعني جاد في منها شوي خلني نقول يعني في نوع من الشقاون صح التعبير فمثلاً هنا أنا أبعطك مثال بس خذنا في الموج يعني قرأت شلون يعني هل تقرأ مشتري نحاب نحاول إيه فهني ببدي بشي مضحك شوي مؤخراً طبعاً مثل ما قلت لك رحت الحاج وكون أول حاج لي صرورة رازم نحلق شعري كامل أول مرة أحلق شعري كامل فكان يعني شوي تجربة مختلفة كتبت عنا شيء بالإنجليزي يعني مي سيلي ناغن ناغن يعني هو قرأة نزين أو صلع ومو صلع لا قرأة قرأة غير صلع نزين ادلتنم شايف مي ناغن اي ديت فورا رايت ان ناو ماي اييز فيل ناكد اي سيلي سايت خلتنم حكم شعري عشان هاري العبادة انا اذوني كعندما هي مكشوفة سيلي 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 مي نيز مي نيز مي ناكد مي ناكد مي ناكد مي ناكد مي ناكد يعني مشين ناايد ما تحلطنت بس راسي اللي مراهي قمي نزين مي ناكد 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 ومتقاعد بحياته له خصاص معينة فكنت نشوفه يتمشي في منطقة معينة صباحيا كل صبح يروح المطعم ويرجع فكتبت عنا أبو أحمد وزن نامد افترا سن وليس نامد افترا سن وليس نامد افترا سن مكنينا على ابن موجود ودعم نفار الصبح عنا متقاعد مستاش يوج ترمد توتي حلقة عدد أو شادب مصبوغ بطريقة يعني مو متسق يلو تبت من انفلترد سيگارت يدخن جدا يربيون فنتر فدائمن شانب أصفر فتسبس مجرد ايدنتيكال اليسرد اليسردين ويسردين خطواته نفس بالضبط متطابقة يعني لين يمشي يروح المطعم نفس قابل نفس يسترير السن اللي قابل السن اللي قابل السن اللي قابلها از اف موفينج او ون تراك يمشي على سكة واحدة شادو كاست باي براد باك ظهرة كبير من السن ودائما الظل ظل ظهرة طريقة يروح يأكل عدس وشرب جاء فهذه يعني مثالين في اشياء ثانية بعد اخرى بشوي اطوال اقراها بلون ما ترجمها في الوسط بلون لا بلون لا يعني بس عشان عشان نتدوق لاحظ تتقطع لا اقراها هاي كتبته وصف بناتي من دي بنتين بس عشان ما يغيرون الله يسألمك كتبته بصيغة المفرد يعني اذا واحدة قالت ايه عليك ايه عليك ايه ايه زي اسمها وعندما يتحدث بابا لا يمكنني ان تصمي يقول لا يوجد أشياء هناك مقافحة الانجاب هذا اللي هو مكافحة الانجاب لابد ان تصمي حار بصربية لا تيب العيال يقول لا نعرف ما يمكن ان تكون في المحل لكن ايه كم اطوالي كم اطوالي اريد ان تصمي أطوالي طبعا غالبا يعني الرجال لا يعبرون اطوالي البث الامهات يعني بس هاي نوع من رد على بعض اللي هاليا مروجين ان لا يصير عندكم اصفة خلوا واحد كل واحد عشوا بروحة لان يقول لك ان البيئة بتخترب في طروب بس بس اذا انت اصلا اصلا ما عندك ايه ما عندك سهم في اللعبة فليش خايف على العالم اصلا ليش تخاف من المجاعة وتخاف من الخراب البيئة اذا انت اصلا مو منطقي يعني ما رحس الموضوع مو منطقي شوي وهذه يعني ثلاثة امثلة فيش اشياء اثقل شوي ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايه حاليا ان شاء الله يعني حاليا في في طور الطباعة ايه 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 ان شاء الله ان شاء الله خلال التوفيق لك دكتور اسلام حديث جدا جميل تكلمنا عن لغة كانت ادارة تتحدث عن اشي كثيرة وهي طبيعة ان شاء الله صحيح شكرا لك دكتور عن هالصرافة شكرا 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 شكرا